اشتركوا في القناة في المحترف طبعا في الدور المصري ودايما قبل ما يبتدي بأي حاجة الحياة بنتمنى في بداية العام الجديد الشفاء العاجل للسيد العمري فاروق نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق واللي بدأ خلال الحياة الساعات اللي فاتت فحص شامل بمعرفة كونسولتو تب من كبار المختصين بيبحث الدكاترة لإمكانية صفر السيد العمري فاروق خارج البلاد ومن تم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات في أوروبا للتأكد على إتمام عملية الصفر لاستكمال العلاج على النحو الأمس طبعا دون أن يتعرض إن شاء الله لأي انتكاسة صحية الحياة ده كان من خلال التواصل الدائم والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأسرة السيدة الوزير العمري فاروق والعمل الحياة على توفير أفضل وأحسن علاج وأفضل رعاية للسيد العمري فاروق بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد إن شاء الله يتجاوز هذه المحنة الصحية إن شاء الله في العام الجديد وكلنا وكل المصريين الحياة بندعو للسيد العمري فاروق بالشفاء العاجل ويعود إن شاء الله سالما آمنا لبيته ولناديه اللي احنا منتظرينه وإن شاء الله بإذن الله يكون عام سعيد علينا جميعا النهاردة الحقيقة هنتواصل مع حضراتكو في الحديث عن ملفات الكورة المصرية ما فيش شك أكيد عن أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي هيكون فيه كمان تركيز كبير قوي بداية من النهاردة إن شاء الله لغاية انتهاء بطولة الأمم الأفريقية هنركز مع منتخبنا في بطولة أمم أفريقيا إن شاء الله اللي بتقام في قد بوار أكيد وسط طموحات كثيرة جدا وأمال كثيرة جدا جدا لإنجاز يمكن غاب عن مصر من 2010 الحقيقة مصر غايبة عن هذا التتويج ولكن كلنا أمال الحقيقة وكلنا يعني تفاؤل بمنتخبنا بالرغم أن احنا يعني زي ما بقول لحضراتكم من 2010 ما خدناش بطولة أفريقيا ولكن لا تزال مصر الإسم الأكبر في أفريقيا على جميع المستويات خاصة على مستوى البطولة الأفريقية سبع بطولات أفريقية عبر التاريخ إن شاء الله بإذن الله تكون التمنى في 2024 الحقيقة مصرية منتخبنا بدأ مع أسكره يوم الاتنين اللي فات الحقيقة وكان في حالة من التفاؤل الشديد تحت طبعا قيادة الفيتوريا روي فيتوريا مدير الفني اللي منتخبنا اللي يمكن خلاص كل حتى المحترفيننا انضموا كان يمكن أخرهم نجمنا الكبير محمد صلاح وصل مبارح لمعسكر منتخب مصر والحقيقة كان وسط حفاوة كبيرة جدا جدا من كل الناس الحقيقة من زملائه ومن الجهاز الفني والحقيقة طموحات كبيرة جدا جدا مش هتكلم على صلاح هتكلم على صلاح طبعا وإنجازاته ودرج كبير إن شاء الله مع منتخب مصر لكن بطولة أمم أفريقيا الحقيقة عشرين أربعة وعشرين اللي هتبدأ إن شاء الله يوم الحد اللي بعد الجاي يوم 13 يناير في ساحل عاج وإن شاء الله نكون ونستمر في هذه البطولة لغاية إن شاء الله يوم 11 فبراير يوم المباراة النهائية وإن شاء الله بإذن الله تكون مصر متوجه بهذه البطولة حقيقة المعسكر زي ما بقول لحضراتكم المعسكر منتخب في مدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة التدريبات بتقوم هناك على ملعب العاصمة الإدارية خلينا نقول وأنا يمكن روحت هذا الصرح العظيم الحقيقة حاجة يعني تدعو يتدعو للفخر الحقيقة لأن من زمان الواحد ما شافش بنية أساسية بهذه العظمة الحقيقة استاد على أعلى مستوى 90 ألف متفرج ومش الاستاد بس أرضية أكتر من رائعة زي ما حضراتكم شافين في الصورة استاد علامي يعني انت بص على الاستاد تقول ده استاد علامي الحقيقة فكل التحية لكل من ساهم في بناء هذا مش هذا الاستاد احنا بنينا مدينة أولمبية ودايما يعني الإدارة الحكيمة بتبص لقدام والملعب الحقيقة يمكن نال إعجاب روي فيتوريا بشدة واللعبين كلها طبعا أشادت بهذا الملعب من أرضية الملعب لإمكانيات للمدرغات لغرف الملابس للاستشفى للحقيقة استاد على أعلى أعلى مستوى إن شاء الله يكون فال خير على منتخبنا بإذن الله وعايزين بقى نعرف كمان تفاصيل أكتر معانا محمد توفيق مرسلنا الحقيقة من المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية عشان يعرفنا الأجواء والشكل الرائع اللي احنا بنشوفه الحقيقة واللي زي ما بقول لحضراتكم استاد مصر يعني استاد على أعلى مستوى نال إعجاب كل اللي بيروح الحقيقة أنا بقول لحضراتكم أنا رحت وشفت الأستاد وجنب الأستاد في ملاعب فرعية على أعلى مستوى الحقيقة يعني شيء يدعو للفخر مدينة أولمبية بتنتظر إن شاء الله مصر تستضيف الأولمبيات محمد توفيق معنا ولا محمد أهلا بك معنا وعرفنا الأجواء وعرفنا الأستاد وعرفنا إيه الأجواء لمنتخبنا إن شاء الله واستعداداته الأخيرة لأم أفريقيا عشرين واربعة وعشرين سهلا لخير كابتن هاني من أستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة حيات الحضراتك وكل مشاهدي قناة النهارة في كل مكان وتدريب بالمتخب الوطني الأول استعدادا بالطبع لبطولة كأس الأمم الأفريقية ولا التقام بإذن الله في كودوفار وكمان استعداد المباراة والدي أمام تنزانيا المقرر لها بعد غدا الأحد في استادسة مساء على أستاد القهارة عن القادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي إضافة منشأة رياضية هامة جدا مش بس الاستاد الخاص بكرة القدم بس يا كابتن هاني ولكن قرية أولومبية متكاملة فيها كل الإمكانيات على أحدث الطراز العالمي أعتقد إضافة كبيرة جدا وإضافة مهمة جدا للرياضة المصرية وإن شاء الله ده يكون داعم لمنتخبنا الوطني ويستعد في مكان أكثر من رائعا إن شاء الله يقدوا نتاج أكثر من رائعا في البطولة وبإذن الله يحققوا أحد من كل المصريين ويعودوا بإذن الله باللقب الغاري والبطولة التاملة للمنتخب مصر على صعيد البطولات الإفريقية يعني ممكن الأجواء أكثر من رائعا زي ما قلتها كابتن هاني ممكن النهاردة كمان كان قبل تدريب المنتخب كان فيه زيارة رفعة المستوى للمنتخب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وستاذ جمال علام رئيس الاتحادة المصر رقورة القدم وبعض أعضاء مجلس الإدارة وكمان كان موجود إنها بحمد دياب رئيس رابلت اللي عندها المحترفة وكمان يمكن كان موجود رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري كان طبعا حفزوا اللاعبين قبل بدء المران وطبعا التقاب بعض الصورة التسكرية من بعدها عطول كان فيه محاضرة لمستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب يتكلم مع اللاعبين طبعا عن أهمية هذه المرحلة وخلاص كابتن هاني ممكن تدريب يوم تدريب غدا ومن بعد عطول مباراة تنزاني هيكون فيه يوم أجازة ومن بعد إن شاء الله الفريق يطير ليه كودوفور بإذن الله محمل بكل دعوات المصريين بأداء أكثر من رائع وبإذن الله كمان نتائج أكثر من رائع وزي وانتائج حققه حلمنا وحلم كل المصريين وتحقيق اللقب السامي اللي بطولة كأس الأمم الإفريقية ممكن كابتن هاني موجودين فيه كل لعبين أدوا التدريبات بشكل عادي جدا بالسناعة أحمد سامي مدافع المتخب هو بس اللي كان بيأدي تدريبات علاجية ولكن طبعا يعني بطمنك على لعابة المتخب كلهم أدوا التدريبات بشكل جماعي وكمان بطمنك على ياصر إبراهيم محمد الشناء وموجودين فيه تدريبات الجامعية بشكل طبيعي جدا يمكن بعدها على طول بدأت بعض التدريبات في الملعب ومن بعدها طبعا هيكون فيه تدريبات بالكرة وتأسيمها وهيختتم بعدها الجهاز الفني التدريب طبعا السادات لمباراة تنزانيا لوديها زي ما قلنا ومن بعدها على طول إن شاء الله مباراة يعني من بعد تنزانيا السفر لكودوفور بإذن الله رب العالمين والسادات لبدء البطولة إن شاء الله وقولنا مباراة مصر أمام موزنبيق يوم 14 يناير الجاري بإذن الله رب العالمين زي ما قلت حالك أجواء رائعة استاد أكثر من رائع إن شاء الله كمان يكون فعل خير ويكون بإذن الله من استاد مصر هنا في العاصمة الإدارية ننطلق بإذن الله لحوة رقم التامن في كودوفور لكن كمان بكرة إن شاء الله يا كابتن هاني ننتظر إن فيه زيارة رفعة المستوى للمتخب هنا في تدريب الفريق الأخير قبل مباراة تنزانيا وقبل السفر إن شاء الله لكودوفور يوم 9 يناير كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله أداء أكثر من رائع نتائج أكثر من رائعة وبإذن الله رب العالمين البطولة التامن للمنتخب المصر كما هي كابتن هاني فضل شكرا جزينا لك يا محمد على كل هذه المعلومات يعني عرفتنا على الأجواء وأنا متأكد إن الحقيقة فيه روح تفاعل عالية جدا في معسكر المنتخب الحقيقة الكل بيستعد لهذه البطولة على قدم النصاق بداية من الجهاز الإداري اللاعبين الجهاز الفني كمان المسؤولين في الدولة أكيد يعني أنا الحقيقة بشكر كل من قام بتأسيس هذه المدينة الأولمبية الحقيقة فخر كبير جدا ويعني الناس اللي هتروحوا أكيد الجماهير هتروحوا وتشوفوا في الحقيقة مفخرة وحاجة يعني أنا بشوفها حاجة إيجابية جدا الناس بتفكر اللي قدام بتفكر لاستضافة الأولمبيات اللي هو حدث أكبر حدث على مستوى الرياضة في العالم مصر بتستعد لي بمدينة أولمبية على أعلى مستوى في العاصمة الإدارية كل الشكر للقيادة يعني الحكيمة في مصر الحقيقة وإن شاء الله بإذن الله يعني الواحد متفائل بعشرين أربعة وعشرين تكون أفضل من السنة اللي فاتت على جميع المستويات على جميع المستويات على كمان على مستوى منتخبنا الحقيقة المنتخبنا زي ما بقول لحضراتكم فيه روح روح تفاؤل كبيرة جدا ودي يعني جاية الحقيقة من محمد صلاح يعني محمد صلاح الحقيقة في الأسبوع الأخيرة حتى في البريميال ليج بيأدي مباريات على أعلى مستوى بيكسر كل الأرقام القياسية والحقيقة فخر أن يكون محمد صلاح موجود طبعا في البريميال ليج كلنا فخرين بأداءه الحقيقة وده أكيد هينعكس على الروح الفريق نفسها يعني خلي بالكم يعني ما يكون عندنا لعيب عالمي بحاج محمد صلاح عندنا كمان تقلق غير عادي لعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حجازي بدأ يرجع في الصورة كل لعبتنا المحترفين والنيني بدأ يخش في الصورة كمان حقيقة كل دي يعني أحداث وغير طبعا الاستعدادات البدنية والتكتيكية لا أتكلم على روح الفريق النفس الحقيقة روح رائعة جدا جدا محمد صلاح بينجح في ليبربول بالفوت طبعا في المباراة الأخيرة أمام نيو كاسر أربعة اتنين بيبتعد بالصدارة ليبربول في الدورة الإنجليزية برصيد خمسة واربعين نقطة وكمان محمد صلاح بيرفع رصيده من الأهداف لأربعة اتنين هدف في صدارة ترتيب هدف البريميالليج الحقيقة مع هلند ويعني محمد صلاح كمان بيقصر عدة أرقام قياسية خلال مباراة نيو كاسل سجل هدفين وصنع هدف ثالث سجل صلاح هدفه رقم 151 مع ليبربول في الدورة الإنجليزية رقم كبير جدا خلى محمد صلاح خامس لاعب يصل لـ 150 هدف مع نادي واحد في البريميالليج بعد طبعا هاري كين مع توتنهام وطبعا أجويرو مع المان سيتي وان واين روين مع المان يونيتد وكمان تيري هنري أكيد مع الأرسنال محمد صلاح كمان بقى ثالث أسرع لاعب يصل لـ 150 هدف مع ليبربول في البريميالليج خلال 238 مباراة يمكن سبقه روجر طبعا هاند فيه بـ 218 مباراة وجوردون هاتسون طبعا بـ 234 الحقيقة محمد صلاح يعني بيخلق جو بيخلق حالة من التفاؤل الحقيقة كبير جدا جدا وعلينا نحن نستغل لهذه الحالة آه بيكون حالة جميلة جدا وروع عالية جدا ولكن إزاي تحافظ أخذها معاك لبطولة الحقيقة بطولة صعبة جدا جدا وعايز أتكلم شوية في الأيام اللي فاتت من السوشيال ميديا وبعض الانتقادات على قائمة المنتخب النهائية الحديث الحديث مستمر يعني في جميع الأحوال في كل المناسبات بيكون فيه جدل أنا ما عنديش مشكلة الحقيقة في الجدل وأنك تقول رأيك بشكل مباشر ما عنديش أي مشكلة ولكن يعني اتعلمنا الحقيقة وإحنا صغيرين وإحنا راحين المنتخب لما كنت في منتخب الناشئين زمان كان حتى مدربين النادي الآلي ومدرب المنتخب يقول لك وإنت راح المنتخب إقلع فانيلة ناديك وإلبس فانيلة المنتخب يعني ده بيرمز إن إحنا كلنا يا جماعة حتى الناس يعني أنا بتكلم على جميع المستويات نقلع تي شيرت الانتماء بتاعنا كلنا عندنا انتماءات لكل الأندية يعني بمختلف انتماءات ما عنديش أي مشكلة خالص لكن لما تيجي عند المنتخب الحقيقة بعد التصرحات بتطلع أصل اللعيب ده ما يستحقش يروح منتخب مصر أصل اللعيب ده ما يستحقش أو اللعيب ده بتتدخل يعني الحاجات والانتماءات بشكل كبير جدا وده مش مطلوب لما بتتكلم على منتخب مصر مطلوب زم اللعيبة كده بنقول لها أول ما يجيلك منتخب ورايح منتخب بتقلع التشيرت بتاعك بتاع النادي وتلبس التشيرت المنتخب يعني كل تركيزك وانتماءك وطموحاتك وأهدافك هي منتخب مصر كمان لازم ده يكون على المستوى الجماهيري إن كل كل مع اختلاف انتماءاتنا لازم يكون هدفنا هدف واحد ولازم يكون السبورت للفرقتنا ولازم يكون السبورت للعيبة ما ينفعش أي حد يقول على لعيب قريدي رايح بطولة أفريقيا يعني رايح يحارب باسم مصر إنك ما تستحقش تكون موجود إزاي يا جماعة يعني إزاي اللفظة يطلع يقولك والله اللعيب الفلاني ده ما يستحقش روح أصل اللعيب الفلاني كان أفضل منه الحاجات دا يتلحقي أنا باستغربها جدا ويمكن أنا ما بحجرش على رأي لحد قول رأيك بكل أمانة والله أنا رأي كذا كذا لكن ما تجرحش دينا أمال فيهم وخلي بالك دا كمان الدفع الجماهيرية مهمة جدا جدا الحقيقة أنا الحمد لله من الناس اللي اللعبت يمكن حوالي 13-14 سنة مع منتخب مصر وإحنا راحين بطولات أفريقيا الحقيقة ردود أفعال الجماهير بتأثر علينا فعلا أنا بنقلك يعني بنقلك أحاسيس حد عاش اللحظة دي بيكون محتاجين الدعم الكامل محتاجين السقة الكاملة من جماهيرنا لإنه وإحنا هناك إحنا بنسمع صوت جماهيرنا في مصر وعارفين إن مصر كلها وإحنا بنلعب المباريات مصر كلها بتتفرج علينا وخلي بالكو وإنتوا بتتفرجوا على المباريات إنتوا بتنسوا اللي قلتوه يعني كل الناس خلاص يعني بتدخلط خلاص في عالم مصر وكلنا بتشجع مصر لكن المراحل الأولية لازم محتاجين سوبرت جامد جدا كل اللعيبة محتاجة المسندة كبيرة جدا كل الجهاز الفني محتاج المسندة ما ينفعش أحد يطلع يقول لي يا بيتوريا ده بيخرف هو واخد مين ده سين أحسن من صاد وصاد أحسن من سين خلي انتقاداتنا دي في حوار المفروض يكون حوار هادف لكن خلاص قائمة نهائية اللعيبة مسافرة كلنا مسندين كلنا سوبرت كلنا بندعو إن شاء الله إحنا يعني بندعو لمصر أولا وأخيرا يعني بغض النظر عن الأسماء والمدربين واللعبين إحنا يهمنا إن شاء الله مصر كمان تزود حصيلة حصيلة بطولة أفريقيا من سبعة إلى تمن بطولات الحقيقة لأن زي ما بقول لحضراتكم البطولات كل سنتين بتزيد صعوبة والفرق الأفريقية بتتقدم بخطوة كبيرة جدا جدا وإن الفرق الزماني كان بتغلب أربعة وخمسة لا دي خلاص الموضوع ده انتهى كل منتخب دلوقتي عنده لعبة كتيرة جدا جدا من محترفين وعندهم كتيبة كبيرة جدا من مدربين الأجانب وبتستعد بشكل كبير فبقول لحضراتكم بطولة صعبة لكن اسم مصر كبير جدا في البطولة الأفريقية وعندنا أمال كثيرة جدا وطموحات كبيرة جدا إن شاء الله إن احنا بإذن الله نروح للمبرنة هائية وناخد هذه البطولة حقيقة كمان من الحاجات الإيجابية اللي حصلت في معسكر منتخبنا التصريحات تصريحات أولا محمد صلاح هاختصرها في جزئية مهمة جدا الناس اللي كانت بتقولك محمد صلاح ما بيحبش يجي المنتخب أو محمد صلاح بيجي يلعب على قد المنتخب الحقيقة محمد صلاح بعد مباراة نيو كاسل كان فيه لقاء صحفي هناك وسألوه هل هيتأثر الليبر بول بغيابك محمد صلاح طبيعا الرجل بري بروفيشنا قال لهم لا عندنا لعبة مميزة جدا واعتقدش إن الليبر بول هيتأثر لكن الحقيقة الليبر بول هيتأثر بغياب محمد صلاح كمان بين الشتين قال يعني الناس بتسألوا عن يعني عايز تروح منتخب مصر يعني بالرغم من تقلقك هنا عايز تروح منتخب مصر فالحقيقة كان محمد صلاح كان واضح جدا جدا قال لهم اسألوا أي لعيب لعب حتى لمنتخب إنجلترا قالوا له إحساسك إيه وإنت بتلعب مع منتخب بلدك الحقيقة كان رد مختصر لكن رد صريح جدا وقال كل لعيب يعني بيتمنى ارتداء ويتمنى تمثيل بلاده وهو قال إن الجميع بيسألني نفس الشيء وهو قال محمد صلاح أنا أريد الفوز ببطولة أفريقيا ده هدف محمد صلاح وده مش هدف محمد صلاح بس ده هدف 110 مليون وهدف اللعيبة هدف الجهاز الفني هدفنا كلنا إن شاء الله الفوز بغيزي البطولة محمد صلاح قال كمان منتخب بلادي في حاجة لجهودي ولكن بدوني أنا متأكد إن الليبر بول مش حيتأثر بالفوز بالمباريات وقال إن لعيبة الليبر بول كلهم لعيبة رائعون يتمتعون بجودة عالية جدا جدا وهم بحاجة فقط لابتعاد عن الضغط ولعب كورت القدم الخاصة بهم وكمان أشاد باللعيبة الموجودة في مركز محمد صلاح اللعيبة قادرة على تعويض غياب وزي ما قلت لكم الجزئية بتاعت منتخب مصر قال إن المنتخب مصر يعني لي الكثير الحقيقة وإنه شعور رائع إن الواحد يلعب مع منتخب بلاده ويلبس تشيرت منتخب بلاده وإنه سعيد جدا جدا باللعب في البطولة الأفريقية ويتمنى إن شاء الله الفوز بيها ده على جانب اللعيبة ومحمد صلاح على الجانب الآخر المدير الفني روي بيتوريا كان كمان سعيد جدا بالتصرحات دي وكان ليه تصرحات خاصة مع فريق إعداد البرنامج الحقيقة قال فيها أن تصرحات محمد صلاح دي كمان بتدي أمل وبتدي حماس كبير جدا جدا لكل عناصر منتخب سواء لعبين أو جهاز فني أو جهاز إداري قبل بطولة مهمة زي بطولة أفريق وقال كمان فيتوريا أن تصرحات محمد صلاح يعني حافز كبير جدا للعيبة والزملائه وإحنا عتدنا دائما من محمد صلاح على تصدير هذه الروح للعبين الحقيقة والكلمات اللي أطلقها عقب مباراة نيو كاسل كان حافز كبير جدا جدا للفوز بطولة أفريقيا وصلاح دائما هو وقود منتخب مصر ومن أجل طبعا العبور إلى محطات الصعبة أضاف روي فيتوريا كمان أنه هو شعر بسعادة كبيرة جدا بيتقلق محمد صلاح مش محمد صلاح ييتقلق كمان عمر مرموش وبنتكلم على حجازي وبنتكلم على النيني وبنتكلم على عحمد حسن جوكا وبنتكلم على كل محترفين الحقيقة اللي راجعين في حالة معنوية مرتفعة جدا جدا وإن شاء الله بإذن الله زي ما بقول لحضراتكم أن تترجم هذه الروح إن شاء الله بنتيج وأداء جيد في بطولة الأمم الأفريقية اختتم روي فيتوريا تصرحاته قال أنا على ثقة كبيرة في قدراتنا على تحقيق إنجاز كبير في بطولة أفريق حقيقة زي ما بقول لحضراتكم الكل مستعد الكل على يعني أهب الاستعداد لبطولة هتكون بطولة صعبة جدا جدا في قد بار منتخب مصر دائما وأبدا مرشح للأدوار النهائية في بعض الناس بتكلم على منتخب المغرب منتخب رائع منتخب عظيم وصل لنصف نهاية كاس العالم منتخب الجزائر منتخب رائع منتخب نيجيريا كمان قادم بقوة يمكن نيجيريا السنوات يمكن الخمسة الأخيرة ما كانش فيها مستوى جيد لكن حزاري من منتخب نيجيريا الحقيقة منتخب رائع جدا عنده لعيبة مميزة جدا بتتكلم على منتخب تونس بتتكلم على منتخب سحل العاج صاحب الأرض يعني الحقيقة المهمة صعبة المهمة مش سهلة وده اللي قاله يمكن روي بيتوريا قالك أنا ما بوعدش بالبطولة وما فيش أي مدرب حقيقي يقدر يوعد ببطولة خاصة على مستوى بطولة أفريقيا كل اللي وعد بيه ان احنا ان شاء الله بإذن الله نعمل بطولة جيدة ونوصل لأبعد نقطة ونسعى جاهدين للحصول على هذا اللقب يمكن اللي غايب من حوالي 14 سنة من 2010 مصر ما فازتش بيه بطولة أفريقيا كل التوفيق لمنتخبنا كل التوفيق لكل اللاعبين والجهاز الإداري والجهاز الفني وان شاء الله نستمتع ببطولة وزي ما قلت لحضراتكم معانا هنا في المحترف هنتابع كل صغيرة وكبيرة مع منتخبنا هنتابع كل صغيرة وكبيرة مع كل الفرق الموجودة في كأس الأمم الأفريقية أكيد مجموعتنا يعني ان شاء الله بإذن الله نتصدر المجموعة لكن هنفصل هنفصل كل حاجة بالأداء الفني واللعبين الموجودين في أوروبا والفرق والمنتخبات المشاركة في كل في البطولة كلها هنتبعها ومن هنا في المحترف لغاية ان شاء الله يوم 11 فبراير نكون موجودين في المباراة النهائية نروح بقى للنادي الأهلي نادينا العظيم الحقيقة اللي بيستعد بقى للعودة للتدريبات ان شاء الله في نص الأسبوع دوت بإذن الله بعد نهاية الراحة كان فيه عشر تيام راحة للفريق يمكن مارسل كولر منحها للعبين بعد الفوز بكاس السوبر المصري في الإمارات الحقيقة كان الأهلي يعني محتاجين جدا جدا هذه الراحة الحقيقة ومارسل كولر كمان في أجازة لكن إن شاء الله بإذن الله يعني راجعين بيستعدوا بشكل جيد إن شاء الله عندنا فرصة كويسة يستعدوا بشكل فيه هدوء شوية مفووش ضغط ولكن الفترة اللي فات الحقيقة كان فيه ضغط كبير جدا جدا نادي الأهلي خمس مباريات لعبها ما بين كاس العالم للأندية ما بين بطولة السوبر ويحقق خمس بطولات مهمة لحقيقة السنة اللي فاتت وانا بقول للجماهير النادي الأهلي كلها إن فريقنا الحقيقة يعني فريق أبطال الحقيقة إنك بتأدي هذا الأداء وبتوصل لدرجة منصة التتويج فيه بطولة كبيرة زي كاس العالم للأندية بعد أداء أكتر من رائع وبعديها بيوم بتروح بتلعب مباراة أو بتلعب بطولة جديدة بطولة السوبر بشكلها الجديد بتلعب مباراةين خلال أربعة أيام أو خمس أيام وبتعمل هذا الأداء وبتفوز بهذه البطولة الحقيقة يعني شابو يعني حقيقة اللاعبين والجهاز الفني وقبلوهم الدعم الكبير لحضراتكم يعني بتسندوا فرقتكم بيها دعم غير عادي جماهير النادي الأهلي دائما وأبدا هو السند وهو السيف زي بميقول وبقول لحضراتكم الفريق حيستعد بقى كمان بكل قوة للنص التاني من الموسم إن شاء الله هيبقى فيه شغل كبير إن شاء الله من مجلس إدارة على الصفقات الشتوية إن شاء الله طلبات ميستر كولر من أجل طبعا تحقيق أحلام الجماهير ويعني السير في مسيرة الانتصارات وحصد البطولات إن شاء الله في المشوار اللي جاي إن شاء الله بإذن الله سواء على مستوى الدوري أو على مستوى البطولة الأفريقية بإذن الله حقيقة النهاردة هيكون عندنا كلام مهم جدا عن النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت هنتكلم على كاس العلم للأندية وحنتكلم على بطولة السوبر عندنا كلام كتير عن منتخب مصر استعداداته القايمة كل ما يخص منتخبنا إن شاء الله والحقيقة فريل إعداد ما حضر لحضراتكم الحقيقة وجبة دسمة كمان من الأرقام والمعلومات عن بطولة أفريقيا المنتخبات المشاركة فيها لعبيها وغير كمان المعلومات المهمة اللي هتكون معانا إن شاء الله حديث بلغة الأرقام عن بطولة أفريقيا ولعبتنا مع طبعا النجم المتقلق دائما دكتور أحمد بيوم هيكون متواجد معانا في ضيافة كمان اتنين من كبار نجوم النادي الأهلي الحقيقة يعني هيكونوا موجودين معانا النهاردة الكابتن الكبير عادل طعيمة والكابتن الكبير عمر الحديدي نتكلم معا في كل تفاصيل حلقتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله طبعا عارفين إن بطولة الدوري يمكن توقفت الإسبوع اللي فات خلاص بعد منافسات قوية الحقيقة في بداية الموسم وستظل البطولة يعني يعني لحين نهايتها لحين انتهاء طبعا البطولة الأفريقية هتكون فيه توقف الكل الأندية بقى بتستعد بشكل أو بآخر يعني بياخدوا نفسهم شوية من من الدور المصري الكل بيستعد الكل كمان بيستعد للانتقالات الشتوية ويرجعوا كمان للتنافس على المستوى المحلي نروح الأول نشوف ترتيب جدول بطولة الدوري واقف على إيه لغاية دلوقتي قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية فريق زد في المركز الأول لعب 10 مباراة جمع 19 نقطة خليني كمان أقول لحضراتكم عدد المباراة التي تلعبت لأن الجدول الحقيقة جدول لسه خادع شوية فعشان كده هقول عدد أو عدد المباراة التي تلعبت انبيع 11 مباراة 19 نقطة الاتحاد السكندري 9 مباراة 18 نقطة في المركز الثالث في المركز الرابع 8 مباراة ب 17 نقطة طلع الجيش في المركز الخامس من 11 مباراة ب 17 نقطة سموحة في المركز السادس من 10 مباراة و 16 نقطة المصر البورسعيدي من 9 مباراة جمع 16 نقطة في المركز السابع الأهلي في المركز الثامن 6 مباراة جمع فيهم 14 نقطة سيراميكا في المركز التاسع 9 مباريات 14 نقطة المركز العاشر الجونة جمع في 9 مباريات 13 نقطة مودن فيوتشر في المركز الـ 11 بعد 8 مباريات بـ 13 نقطة الزمالج المركز الـ 12 بعد 8 مباريات بـ 11 نقطة بالأيدي المحلة في المركز الـ 13 10 نقاط من 10 مباريات البنك الآلي المركز الـ 14 9 نقاط من 11 مباراة الإسماعيلي في المركز الخمستاشر 8 نقاط من 10 مباريات المقاولون العرب في المركز 16 سبع نقاط من 10 مباريات والدخلية بسبع نقاط في المركز 17 من 11 مباراة والمركز الأخير فارقه عنده 5 نقاط من 10 مباراة نشوف كمان هدى في الدوري لغاية دلوقتي يعني زي ما بقول لحضراتكم في يعني في تفاوت شوية في عدد المباراة لكن مصطفى زيكو على صدارة الهدفين من فريق زد بسبع نقاط مع أحمد بالحاج لعب الجونة بسبع نقاط مبلولو لعب الاتحاد السكندري ست نقاط نفس عدد الأهداف ست أهداف آسف نفس عدد الأهداف لحسام أشرف لعب بلدية المحلة فادي فريد لعب سموحة بخمس أهداف وأحمد كندوسي لعب سيراميكا بخمس أهداف دا كان الانترو بتاعنا إن شاء الله بإذن الله عندنا لسه يعني وجبة دسمة مع حضراتكم هنتكلم فيها مع عديوفنا اللي هنشوفهم بعض الفاصل الكابتن الكبير يعني معنا الكابتن عمر الحديدي ومين كمان معنا والكابتن عادل تعيمة آسف الكابتن عادل تعيمة طبعا الكابتن الكبير معنا وكابتن عمر الحديدي هنتناقش معهم في العشر تيام خمستاشر يوم كاس العالم لأندية بطولة السوبر كيف أدها النادي الأهلي إزاي كولر كمان يتعامل مع هذه الضغوط الكبيرة جدا جدا بشكل علمي وبشكل فني كبير كمان هنتكلم على منتخب مصر ما هو منتظر في إن شاء الله في قد بوار ومن النواحي الفنية من النواحي كمان القايمة وكل واحد يقول رأيه في القايمة النهائية اللي حتمثلنا إن شاء الله في كاس العالم في كاس الأمم الأفريقية قد بوار عشرين اربعة وشرين فاصل ونرجع مع نجومنا الكبار بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية خلينا نرحب بنجومنا وديوفنا النهاردة في المحترف الكابتن الكبير عادل تعيمة بسأل فولي كابتن كل سنة وانت طيب سنة سعيدة عليك وعلى الأسرة وعلى الأسرة وعلى مصر كلها إن شاء الله منورنا يا كابتن منورنا يا كابتن كابتن الكبير عمر الحديدي عمور مسأل فول مسأل فول لك كابتن هاني كل سنة وانت طيب سنة سعيدة عليك يا رب احنا وانت يا رب الأم الإسلامي يا رب العالم يا رب يا رب خلينا نتكلم كابتن عادل قبل ما نتكلم على منتخبنا شوية خلينا نتكلم على النادي الأهلي نادينا الحقيقة وحضرتك كنت متواجد معنا بفترات كثيرة جدا جدا الفترة الفاتة الحقيقة كان فيه ضغوط كبيرة جدا عن نادي الأهلي والحقيقة كان 14 يوم أو 13 يوم من كاس العالم الأندية بقيمتها الكبيرة وبالأداء الرائع لقدمه النادي الأهلي والوقوف على منصة البرونزية للانتقال السريع جدا جدا خلال يوم لبطولة مختلفة تماما بطولة السوفر المصري بشكلها الجديد يعني انت شايف النادي الأهلي ازاي في الفترة دية اللي 14 يوم ما بين كاس العالم الأندية وبطولة السوفر المصري بسم الله الرحمن الرحيم بداية أنا هاخد وزيك كده من بداية الموسم كلها ما عملش فترة أعداد سمح لك عارف سفرنا يوم 28 يوم 4 كانت لقى يعني في يومين 28 و4 دول مش محصوبين المنتخب واخد مجموعة من اللاعبين المنتخب الأولومبي منتخب الشباب واللعيب الأجانب اللي راحوا كل واحد راح لبلده فالراجل ما عملش فترة أعداد وبعدين بعد ما يرجع من المنتخب ما تشات اللي أنا هقوله ما هواش مبرر اللي أنا احنا بنشتغل بننقض نفسنا علشان نتقدم مزبوط أنا لما أكون كسبان واخد خمس بطولات الخمس بطولات اللي أنا واخدهم أنا ولك إني عملت حاجة لأن أنا بقيم نفسي بحيث أن أنا طالب شاطر خدت 9 من 10 طب ليه ما أخدش 10 من 10 فأنا واخد خمس بطولات من خمسة فالفترة ديت كانت فترة عصيبة جدا وبعدين انت ابتديت على طول بصوبر مع الفريق الجزائري ومع ذلك الناس كلها عارفة وشايفة والكلام أنا أنا هقوله ما هواش مجاملة ولا حاجة أنت الراجل الحكم جول للكهرباء ما تحسبش بنالتي لينا للكهرباء برضو ما تحسبش درب الجزاء لينا علينا الراجل حسبها وهي ما ناش علاقة دربة الجزاء الماتش اللي دخلنا على الدور الأفريقي اللي معمور في توقيت غريب جدا صحيح وحضرناك طبعا عارف الكلام ده توقيت غريب جدا وبعدين ومع ذلك وكل الأندية اللي اشتركت في الدور الأفريقي الحقيقة اتأثرت سلبا بالأداء وبالنتائج يعني كلهم على الحقيقة بدون استثناء وده لكل واحد بيتكلم يقولك احنا النادر آله فيه بطلطين ما خدهمش ما خدهمش لأن انت عامل توقيت خطأ وبعدين الجماعة يعني الحقيقة متواصلين بينا جدا في عملات تعيينات للحكام وبعدين دخلت على كاس عالم أندية طيب الفترة بقى من كاس العالم الأندية لغاية كاس السوبر حاخد برضو عمر حقدك في الجزئية دي الكابتن نتكلم على مدى صعوبة بداية السيزن وإحنا كان عندنا فترة عادات صغيرة جدا ثم الدوري الأفريقي والدوري المصري كان عملية صعبة جدا على اللاعبين ولكن كاس العالم الأندية كان ليه طموحات كثيرة جدا جدا وكنا نتمنى طبعا أصول للمبرنة لكن الوقوف على منصة التتويج وبرونزية ده كان إنجاز كبير جدا للنادي الأهلي ثم بطولة السوبر بشكلها الجديد بس يا كابتن هاني طبيعي إن كاس العالم الأدية النادي الأهلي بيشارك فيه ويحصل على البرونزية ده الطموح هنقول دي آخر نسخة قديمة من الشكل القديم بعد الدخول في الـ 32 فرق على تمام الجميع كل مجموعة أربع فرق هيبقى الموضوع أصعب كم كم كبير هيبقى من المنتخبات أو الفرق اللي بتمثل بلادها النادي الأهلي وصل بالمباراة إن اتعمل بروباجاندا كبيرة أو في موتش التحت جدا بشكل معين وبأسلوب اللاعبة عملت ملحمة عملت سيناديو ما يتكررش اللي كان بيتوقع الواحد صفر بقوم ثلاثة والبقية تأتي تقلق الشناوي تقلق كهرباء تقلق حسين الشاحات إمام مجموعة حاجات فيها نجاح لتتويج النادي الأهلي في المنصة التطويج بعد جارديولا سيتي وبعد فرومنينسي فرناندو دينيزوي وكولر الكم في الوقت ده كان كل الناس بتقول لك أحسن نادي في الشرق الأوسط أحسن مدير فني على مجموعة أسماء كبيرة زي شافيو أرتيتا أسماء كبيرة وأنشلوتي وجارديولا كمان كولر مورونتو في الفترة اللي بعد خسارة الأفريقيا والمتحات العاصمة وصل إن الراجل بقى عنده فكر جديد رجع كولر اللي احنا شفناه أول لما جي مصر قعد فترة بسيطة عمل معسكر اليوم الطويل ودخل على المباراة الصبر بمكسب مباراة الزمالك اللي احنا شفناها كان برونسافيو كان لسه هو أول الإعلان مورونتو ورجوعه للأداء واحتواءه للفرقة ظهر بالأداء اللي احنا شفناه رغم قرب المسافات ما بين كل مباراة ثلاثة أيام صحيح وبعدها أسافر أروح ألعب مباراة الصبر في دولة تانية ويتوفر لطيارة خاصة إذا كانت في السعودية أو في الإمارات وحق المطلوب الناد الأهلي يا كابتنان يمكن قلت مع حضرتك هنا إذا كانت سنة في كولر أولى 65 السنة دي 85 مباراة في موسم كامل الراجل والجهازه الفني مستغرب من الكم ده ودي مش آلات لعيبة أنا معاك يا عمر لكن التاني بنأكد ده مش يعني دي مش شماعات بنعلق الحقيقة احنا بس بنوصف الحقيقة ولكن دائما وأبدا النادي الأهلي مطالب بالبطولة ومطالب بالأداء الجيد والحقيقة الجهاز الفني واللعبين بيحاولوا بقدر الإمكان رغم ضغوط المباراة والضغوط الكبيرة جدا الحقيقة بيحاولوا وبيقتلوا في الملعب وده يمكن كابتن عادل اللي ظهر كمان في بطولة السوبر يعني عمر الكلم على كاس العالم الأندية أنك بتوصل كفاريق أعتقد هيبقى من الصعوبة أن أي حد ياخد عدد المدالية البرونزية بهذا العدد لأن خلاص الأمور هتبقى صعبة جدا فكان مهم جدا أنك تخرج من البطولة دي وانت على مناصة التتويق ولو ببرونزية أماننا كلها كان مقردنا هي لكن النقلة بقى لأجواء مختلفة شوية لكورة مختلفة شوية وأنا فاكر النادي الأهلي كمان كان طالب من رابطة الأندية أنه يأجل أعايز يوم واحدة 24 ساعة لكن طبعا كانت الأمور صعبة بالرغم عن كل دوت النادي الأهلي راح هناك وأدى أداء أكتر من رائع وكسب مباراتين وحصل على السوبر المصري في كاس العالم اللي عندي أنت بتلعب الاتحاد في وسط بلده في وسط الجماهير وثلاثة صفر مع الرأفة اللي كانت طبعا كازم فرد وبعدين في الماتش فليمونينز طبعا الراجل الراجل اللي حكم بيعمل كل ما كل اللازم يعني ويعني نزل على التليفونات في كل حتة وبعدين برضو هو الفتاة المدلة للتحاد للفيفا وبرضو حصل ضرب جزاء بتاعة الباكليفت مارسيليو مارسيليو طبعا كلها كانت فأنت في الماتش ده ضيعين أكتر من 7-8 فرص لاستحالة حاجة منهم تضيع كلها حاجات انفراد تماما سيكسياردة سواء كهرباء أو بيرسيتا مزبوط الشحات فده كان ينقلك لانك تاخد يا فضية يا ذهبية صحيح وطبعا الماتش ده كان الغرض منه أنا بقوله سياسي لأننا صعب جدا اننا جمهوري هيبقى مال المنعب في الماتش الأخراني وطبعا تعرف جمهور الماتش الأهلي بيبقى يعني تشجيعه بيبقى رائع جدا فاللي أنا بقوله الجمهور حاسس به لأننا مش بجامل ولعمرها جامل انك انت فعلا انت تظلمت في الماتش ده ده حقيق الماتش اللي يبياني طبعا احنا شفنا الأداء الرائع والأهداف وشفنا النتيجة الكبيرة اللي هذه حصل عليها فكان وارد جدا ان احنا لو لا التدخلات من الحاجات اللي هي مش محصوبة كراجل مدير فني كان ممكن جدا نبقى بنلعب على النهائي أو طبعا انا معاك في كل اللي قلته لكن كمان انك بعد يعني بعد المباراة في المنينسي البرازيلي كان فيه نوع من أنواع الاحباط انك ترجع تاني وتاخد وعندك اصرار وتقفل على نفسك وتاخد برونزية ده كمان الحقيقة يحسب للجهاز الفني واللعيبة بشكل كبير جدا شفت الفريق الياباني عمل مع المن سيتي شوط ما خدوش فرصة صحيح مافيش فرصة وبعدين كذبوهم بالعافية فاحنا انا يعني المهم النقل السؤال بتاعك النقلة من كاس علم للاندية وبعدين بيت 42 مافيش 48 ساعة رايح تلاعب سراميكا اللي هو واخد معسكر 10 ايام وبعدين لا فيه اصابات ولا فيه مجهود ولا 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 وبعدين انت بتقدي معهم مباراة في غاية العنف صحيح كان على اقل فيه اتنين لازم يترضو مايزعلوش مننا اخوانا في السراميك لكن الماتش بيتعاد ونشوفه اكتر من مرة يعني وتبزل فيه الحقيقة مجهود بدني كبير من النادي الاهلي يعني كمان ان عودة سراميكا بعد 2 سفر العودة وبالتالي ده مجهود مضاعف وتقدر خلال الوقت الاضافي تجيب جنين وتكسب بشكل اكتر من رائع ده حقيقة كمان كل ده يحسب الحقيقة للعبين والجهاز الفني جهاز الفني وعملية التدوير وعملية التبادل بالزبط الحقيقة راجل رائع ده انا رأي عمر ما هيتغير مع الرجل ده ولا مع اللعيبة انت الحقيقة ثابت على رأيك حتى لما يكون فيه انتقادات لكلر انت مدافع عنه وعندك ايمان بامكانيات الراجل راجل بيقدم لك اوراق اعتماده بيجيب لك بطولات وكلها بطولات صعبة جدا من خلال التدوير اللي هو بيعمله اكتر من فيلر فيلر لما جيه وكنا يعني بنقول ده راجل بيعمل اه خلينا كابتن هكلم معكم كابتن عمري كمان في جزئية مهمة جدا هل بدأ كولر عملية تثبيت التشكيل هل بدأ عملية الروتيشن تقل بشكل كبير لان احنا شفنا يمكن في اخر المباراة اول تشكيل سابت بيغير لعب او اثنين بالكتير فحسألكم في الجزئية هل ده هيستمر ولا كانت لفترة الحقيقة واجبة دسمة من الارقام والاحسايات سواء للنادي الاهلي في المشوار كاس العالم وكاس السوبر مصري او حتى على مستوى منتخبنا في البطولة الافريقية بنرحب بالدكتور احمد بيوم يا ابو حميد نساء الخير عليك منورنا كالعادة في المحترف كل سنة وانت طيب وان شاء الله السنة سعيدة عليك وعلى أسرتك وعلينا كلنا كل سنة وحدك طيب وكل شعب المصري كلهم بخير طبعا والاهلوية على وجه الخصوص طبعا الف طبعا مبروك التتويق بطولة السوبر خير ختام بسنة 2023 واستقبل سنة ميلادية جديدة وان شاء الله الاهلي معودنا دائما بطولات كثيرة في انتظار النادي الاهلي وكمان منتخبنا يبدأ السنة بإنجاز كبير والفوز بالبطولة الأفريقية رقم 8 في تاريخه عارف انك محضر لنا حاجات مهمة جدا على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر هتبدأ مع مين خلينا انت بالنادي الاهلي طبعا ويبقى خير الختم مع منتخب مصر بإذن الله كان طبعا خلال 2023 وفي نهاياتها طبعا هتبقى فيه طبعا فترة تواقف يمكن اعتبرها بإذن الله تبقى فترة تواقف بإذن الله تكون المثالية ونقدر من احنا نستغلها للاستغلال الأمثل خلال طبعا الفترة اللي فاتت الاهلي طبعا حقق ببرزية الكاس العالم الأندية حقق البطولة السوبر المصري يمكن دي تكون دافعة ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية لو بصينا برضو على مشوار الفني اللي عندنا نتكلم على مارسل كولر يعني ده مشوار ده دني أرقام كولر في مشواره مع النادي بالضبط يمكن خلال الفترة الماضية كان فيه يمكن هجوم مبرر وغير مبرر على مارسل كولر طب خلينا نشوف بالأرقام هاي احنا ازاي طريقة تقيمنا للمدير الفني هل المدير الفني انت لما بتقيمه بتقيمه على مستوى الأداء ولا على مستوى النتائج طب خلينا برضو نبص هنلاقي أنه الليعب مع النادي الأهلي 82 مباراة فاسفة 55 اتعادل في 19 هزيمة في 8 مباريات فقط طبعا أحرز 152 هدف ودخل مرماء 52 هدف محقق 6 بطولات طيب أنا النهاردة لما يكون عندي مدير فني عامل نجاحات نتكلم في 6 بطولات نتكلم النهاردة عندنا دوري أبطال أفريقيا محقق دوري المحلي محقق السوبر 3 مرات محقق برويونزيت كاس عالم الأندية طب أنا لما باجي أقيم مدير فني بقيمه على الأساس إيه هل النهاردة المطولات دي مش كافية مع عدم قادة كلامك هو تولي الإدارة الفنية 9-9-22 تتكلم في سنة وثلاث شهور بالضبط طيب أنا لما باجي أقيم مدير فني طيب خلينا نبص على مستوى الأداء لو استعرضنا مثلا المعدل التحليل هل هو بيلعب بطريقة دفاعية مثلا عشان نقول أن الأداء ما كانش فيه الأرضاء الجماهيري أو أن أنا ما بلعبش بأداء هجومي لو استعرضنا مثلا المعدل العام التحليلي هنلاقي أنه برضو معدل العام التحليلي لي بنتكلم في مستوى تهديفي أكتر من هدفين بنتكلم النهاردة عندنا مثلا معدل الاستحواز دي كان خلال آخر سبع مباريات ده آخر سبع مباريات بالضبط اللي بنتكلم في كاس العالم الأندية بنتكلم في السوبر المصري فمعدل الاستحواز كان 50% طيب هل ده معدل استحواز منخفض هنرجع نشوف هو كان بيلعب مين كان بيلعب بطل أسيا بنلعب في كاس العالم الأندية بيلعب بطر البرازيل اللي بنتكلم على مستوى اي من الفرق فالنهاردة هو ما كانش بيلعب البطولة أو نازل المباريات دي عشان يعمل استحواز مضبوط يعني اختلاف الليبل انت بتلعب في الطوب لبل والدول المصري أين كان طبعا ما احترمنا لكل الفرق بيكون المستوى أقل شوية بالضبط هنعكس بقى الرقم طب هو مش بيلعب على الاستحواز هنبص على إجمال الفرص يعني عامل النهاردة 17 فرصة الأهداف الأحرازة 12 هدف في 7 مباريات فبرضو بنتكلم ان هو كان متواجد على صعيد الهجومي دخل مرماء 7 أهداف فبنتكلم برضو حتى على المستوى التهديف اللي دخل مرماء في 7 أهداف يعني بنتكلم هدف كل مباراة على الرغم انت بتلعب بطل أسيا بتلعب زي ما قلنا فرق مستوى ايه فبنقول ان هو حتى على مستوى الهجومي أو مستوى الدفاعي الراجل مقدم أرقام كويسة جدا صحيح على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائجي بقى إذا انت النهاردة لما بتيجي تقيم مدير فني على مستوى الأداء هو متواجد على مستوى البطولات ما حقق لي 6 بطولات فانا النهاردة ليه الهجوم ممكن طبعا هو مأكيد عنده بعض الأخطاء أو ممكن بعض الملاحظات عليه بنتكلم فكان تقريبا ساعات بيتأخر في التغييرات وارد تنتاقد لكن عملية الهجوم الحقيقة بتبقى يعني ببين قصير كده هجوم بيبقى الأمور صعبة شوية مشكلة النادي الأهلي بيتهاجم بيبقى فيه بعض الانتقادات على مستوى توقيت التغييرات السرعة في الأداء التغييرات شوية لكن الحقيقة زي ما أنت بتقول آخر 7 مباريات الحقيقة كان مادة بشكل أكثر مستوى تصعدي كان أكثر من رائع برضو نفس الكلام ده بالنسبة لمرس الكولر طب خلال آخر 7 مباريات برضو خلال ارتفاع المستوى نشوف برضو على مستوى اللاعبين هلاقي برضو عندنا إمام عشور أدى بطولة كاس العالم وكاس السوبر ده أكثر من رائع على مستوى الرقمي لو استعرضنا الأرقام الخاصة بإمام عشور هلاقي طبعا أنه هو لعب خلال السبع مباريات دول لعب السبع مباريات لعبهم بالكامل عندنا برضو أرقام أنه طبعا طب هتونا أرقام إمام عشور جالة تمام بالضبط قال لي عدد المشاركات خمس مشاركات من خلال ده في السبع مباريات الأخيرة خلال السبع مباريات طبعا وأحرز هدف مساهمته طبعا ساهم في الهدف في هدف سيراميكا اللي كان الهدف مؤثر طبعا وساهم أن الأهلي يصل للدور النهائي اللي هي مني هنا برضو ببعيدة عن الأهداف ومساهمة في الأهداف صناعة الفرص صنع 12 فرصة فهو موجود بشكل قوي جدا على مستوى الهجومي مع فريق النادي الأهلي نتكلم النهاردة على أرقام هجومية عالية جدا التمريات الصحيحة برضو نتكلم برضو في فوق التسعين في المية التمريات الصحيحة لي صناعة الفرص زي ما قلت الحضرتك هي دي اللي تهمني عمل 12 فرصة خلال السبع مباريات سبعا هو شارك في خمس مباريات منهم فبنتكلم برضو على أداء أكثر من رائع لو استعرضنا الهدف محاولاته على المرمى تسعى برضو عدد كبير إنه هو راجل برضو بيرقى عجون يعني عنده عنده خطورة سواء على مستوى الأسست أو على مستوى الفرص اللي بيصنحن نفسه بالضبط لو بصينا برضو الهدف اللي كان مؤثر جدا في مباراة سيراميكا وإزاي الهدف ده كان فيه درجة صعوبة صعوبته مش في أحراز الهدف ولكن صعوبته في بداية الهدف وإزاي أنه قدر يعمل اختراق وبنتكلم النهاردة في ديئة 93 بيعمل سبرينت يمكن ده لو جنا بصينا على مستوى الصعيد البدني يمكن محتاج عنصر يسمى تحمل السرعة تحمل السرعة ده من أصعب العناصر أن أنت النهاردة عشان تقدر تنميه في ديئة 93 بيعمل سبرينت بيعمل التحام هنا وبيعدي مش مجرد بس أنه بيعدي بسرعته بيعرض الكورو وبتدي أنه يحرز الهدف يمكن الهدف ما يبنش في المستوى الجمالي لي ولكن هو يظهر فيه الصعيد البدني لي عالي جدا صعب جدا برواب عليك دكتور لأن أنت بتتكلم في ديئة 93 وخلي بالك كان خلال المباراة كان بيقدي شكل هجومي ودفاعي بشكل كبير جدا فالعامل البدني مهم جدا وإمام الحقيقة أثبت أنه كمان بدنيا يعني يوقف على رجله بشكل كبير جدا وده أكبر مثال في ديئة 93 بتعمل سبرينت أكتر من 30-40 متر وبتجيب جون فده كمان شيء يحسب لإمام وضمان للإدارة الفنية وطبعا المسؤولين عن المستوى البدنة في النادي استكمالا طبعا للعبين اللي تميزوا خلال المباراة اللي فاتت سواء كاسة عامل عندها أو السوبر برضو من التكلم نارد علي معلول طبعا بنقول لكل صنعه هو طيب عيد ميلاده لو استعرضنا أرقامه هنلاقي طبعا أنه خلال خمس مشاركات أحرز هدفين وصنع هدفين نفس الكلام في صناعة الفرص هو من أكثر اللاعبين صناعة الفرص هو وإمام عشور صنع 11 فرصة فبنتكلم برضو كعدت وطبعا علي معلول بيثبت يعني علي معلول وإمام عشور لوحدهم صنعوا 20 فرصة بالزبط خلال السبع مماراة بالزبط علشان كده يمكن هي دي النقطة السلبية اللي خلال بقى فترة التواقف أكيد مرس الكرة اللي هيشتغل عليها وهي أكيد مصر كلها تتكلم عليها إضاعة الفرص هو تتكلم عليها نفسي بالزبط إضاعة الفرص للنادي الأهلي وأعتقد يمكن إضاعة الفرص هي محتاجة يعني أو طريقين زي ما بقول يا إما يكون عندك أنت الكواليتي اللعيب اللي يقدر هو يكون الفنش بتاعه عالي أو النهاردة أن أنت بتشتغل مع اللعيب بتاعتك تبقي ترفع مستواهم عن طريق فيما يشبه تدريبات المنافسة يعني إيه تدريبات المنافسة يعني تدريبات تبقى مشابهة لمواقف المنافسة بحيث أنه هو والتدريبات دي تبقى تقراراتها عالية كل يوم في الوحدة التدريبية لازم يكون عنده تدريبات مشابهة للمنافسة عشان لن يبتدي أنه ينزل المتش أو المباراة يبتدي يواجه نفس المواقف ده يكون عنده فيتباك قبل كده قبل وقبل كده وأنه يفنش بطريقة أعلى من كده ده يمكن على علي معلول وإمام عشور ده خاص ب أو برضو تكلمنا على مرس الكورر ده خلال الفترة الماضية كان لازم نديه حق طبعا فيه عندنا طبعا حسين الشحات بير ستاو عندنا نجوم كتير ياسر إبراهيم على سبيل المثال من أفضل لعيبة خلال الفترة الفاتت الحقيقة ويمكن ربنا كرمه طبعا بعد استبعاده من المنتخب رجع تاني عندنا حقيقة نجوم كبار غير طبعا عبد المنعم يعني الحمد لله فريق النادي الأهل الفترة الفاتت كان الحمد لله يعني ماشي بشكل خويس جدا ومستوى عالي جدا إن شاء الله كل التوفيق لهم بالزبط يعني الحمد لله أنه إحنا توجنا الحمد لله برضو بطولة السوب عشان تبقى فترة التواقف دي إيجابية لنا غير طبعا كان ممكن يحصل إخفاق فيها فكتبقى فترة التواقف دي بالنسبة لنا سيئة شوية البطولة صعبة جدا لكن دائما ودائما وأبدا اسمه مصر ومنتخب مصر دائما مرشح بالفوز بهذه البطولة عايزين نعرف منك بعض الأرقام وبعض الإحصائيات الخاصة ببطولة أفريقيا في قد فور نتكلم عن المنتخب لازم طبعا نذكر طبعا روي فيتوريا نتكلم على أرقام روي فيتوريا مع المنتخب يمكن هو أعتقد أن البطولة اللي جاية هي اللي تبقى الاختبار الحقيقي كان فيه طبعا بعض المباريات أنا متطفق معك يعني هذي بقى اللي هتكرر نقدر نقول أنه فعلا قادر يذني المشروع بتاعه مع منتخب مصر ولا يكون فيه بعد الشهر إن شاء الله إخفاك أو لا فإن شاء الله أنه يبقى فيه النقطة الإيجابية طبعا هو لعب 13 مباراة فاسف 11 اتعادل في مباراة واتهزم في مباراة وحيدة له 31 هدف وعليه 6 أهداف الشباك نظيفة 9 يمكن دي بتبين لي برضو إن عندك توازن ما بين النواحي الدفاعية والنواحي الهجومية من 13 مباراة بتطلع بتسعة مباريات بشباك نظيفة فهو على مستوى الرقمي هو حاضر مع المنتخب مصر ولكن زي ما قلنا ما كانش فيه ممكن اختبار واضح قوي فنقول إن البطولة اللي جاءة إن شاء الله يكون لنا حظ إن احنا نفوس بها خصوصا إن احنا بعيد عنها من 2010 فنكأوا خلال 6 بطولات أقيمت من 2010 إلى النهاردة ما كانش فيه توفيق إن احنا نحصل على البطولة فإن شاء الله كل التوفيق لرويف فيتوريا نوا إن شاء الله يحصل على البطولة إن شاء الله بإذن الله طيب على مستوى اللاعبين السؤال خارج الإطار تتوقع من هيكون لي التقلق في بطولة أفريقيا على مستوى لعبية مصر يعني ما فيش ما فيش شك طبعا محمد صلاح محمد صلاح دايما في حتة كده الواحد ولكن قلنا اسم كده أنت شايف من خلال متابعتك الفترة اللي فاتت سواء للدور المصري أو لفريق النادي الأهلي أنت شايف إنه ممكن جدا يعمل طفرة يعمل شكل مميز مع منتخب مصر هو دايما اللي كان بيستوقفني هو توظيف زيزو يعني أنا طبعا أنا بفضل طبعا إنه هو هيبقى متقلق وكل حاجة ولكن هو توظيفه أو اختلافي معاه إنه مش حابب يخسر ما بين زيزو وما بين محمد صلاح فدايما نحن يمكن نتكلمنا في النقطة دي أبدا صحيح إنه دايما كان بيوظفه في مكان يدخل جوه الملعب ما بيمسكش الطرف إذا ما بيقول ما بسمش الوينج ودي يمكن خطورة زيزو فأنا كنت حابب ماشي زيزو إنه هيبقى لي دور مع محمد صلاح ولكن هتا هل توظيفه هل توظيف محمد صلاح هو لا يدخل لقلب الملعب ولا زيزو هو لا يدخل لقلب الملعب بحيث أن زيزو يظهر هي دي بس نقطة خلافي على توظيف زيزو مع متخب مصر دكتور أحمد كالعادة يعني بتشرفنا ودايما بتنورنا بأرقامك وإحصياتك بنشكرك شكرا نزيلا وكل سنة وانت تتعيب بحضر تتعيب يا كابتن بتشرف دائما شكرا جزيلا هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل هنرجع لنجومنا الكبار الكابتن عادل طعيمة والكابتن عمر الحديدي أهلا بحضراتكم مرة تانية وعودة مع نجومنا الكبار الكابتن عادل طعيمة والكابتن عمر الحديدي كابتن عادل عايزين ناخد من الفقرة الإحصائية والدكتور أحمد بيومي قدم الحياة وجبة داس ما عايز أنقش عمى حضرتك بخصوص إمام عشور خاصة جبنا لقطة لإمام عشور الهدف طبعا القاتل في مرمى سيراميكا وأداء إمام عشور خلال كاس العالم وخلال السوبر المصري شايفه إزاي وشايف إيه اللي ناقص إمام عشور في الفترة اللي فتت هو طبعا بعد الندي متعقد معاه كان جاي من إصابة صحيح وقعد فترة عبال ما أخذ التوقيت والجهاز الحقيقة اشتغل معاه شغل جاي جاي جيد جدا وابتدأ زي ما حرك عارف بيبقى دايما فيه عملية البداية بتبقى عملية من البداية وبعدين صعود فصعود طبعا لحد ما شفنا الراجل بيجري وراها بيدي له كتف يعني عايز يعني عايز يموته ومع ذلك الراجل وقف على الارتليز زي ما حركة تفضل وفي ديئة كام ديئة تلاتة تسعين في ديئة أربعة وتسعين كمان أربعة وتسعين فده معناها أنه هو بياخد حوالي تلاتين أربعين متر بياخد الكرة بيعد من واحد والتاني في الوقت ده معناه أنه ليقتل ودنية علي مدن طوض التحمل المرونة الرشاقة الرؤية يعني مع الجهد ده وفي ديئة أربعة وتسعين وبعدين الكرة تحت رجله بيلعبها في زميله في المكان الصح يعني مدى إلى جانب الدقة المفروض في الوقت ده تبقى أقل شوية لأنك أنت عامل جهد وبعدين قبلها يعني كان فيه كاس عالم وبعدين كان فيه دعكة جامد وفيه خبط جامد ومع ذلك الراجل برضو كان أحيانا بيكولر بيديله فترات وبعدين هو مروان وعمر السلية بحيث أن كل واحد يبقى قادر يكمل المباراة من الطاقة اللي هو محتاجة فما معناه دائم أنه كولر مع الجهاز الفاني اللي موجود معاها والجهاز الناس بتوى الأحمال شغالين على أعلى مستوى والدليل أنه الراجل اللي ابتدى مستوى بيصعد بالشكل الرائع ده وفي ظل تعدد المباراة وكسفتها وقوتها صحيح كاس عالم ده عملية صعبة جدا وبعدين يا كابتن نهاني توقيت غريب جدا أنه أنت من كاس عالم على طول على سوبر مفيش راحة يعني 48 ساعة منهم صفر يعني ما تمرنتش وتخش مع فرقة واخد راحةها مرتاحة جدا وعملين معسكر وهو الأخر وهو برضو فيوتشر نفس القصة فطبعا دايب يتحسب للإدارة والجهاز الفاني مصدوط ودايما دايما النادر آلي في المواقف الصعبة بتبان معدن صحيح صحيح عمر من دمن الأرقام برضو اللي أنا شفتها مهمة جدا صناعة الفرص صناعة الفرص على مستوى النادر آلي خلال السبع مورايات اللي فاتوا سواء كاس العالم النهندية أو السوبر علي معلول وإمام عشور تقريبا أكتر ناس صنعت فرص بمعدل عشرين فرصة في السبع مورايات عايز أعرف رأيك كمان في إمام عشور الفترة اللي فاتت وأكيد لازم ناخد رأيك كمان في علي معلول والحقيقة كان مفاجأة كبيرة يعني لناس كتير مدى كمان القوة البدنية اللي كمل بها مبارياته والناس كانت بتتكلم من المعدل البدني أكيد هيقل بالنسبة للسن ولكن كمان علي معلول بيأكد أنه الحقيقة يعني بسطورة من أساطير النادي الأهلي الحقيقة بس يا كابتن هاني إمام بالذات دوننا عن أي لعيم عشان جاي والناس كلها السوشيال ميديا كان بتتكلم عنه كان محتاج أن هو يقدم أوراية اعتماده بأسلوب مختلف هو عمل ده إصراره يعني الاسبرينت ده من المسافة دي كلها يمكن أنا قلت في أحد القانونات لو حط رجله اليمين في التاكلينج التاني تخرج منه لأ هو حط الأبعد رجله الشمال وبعد الاسبرينت ده وقف ورفع وشه وبيوجه يوجه الكرة الكريم فؤاد خبطت في أرسر ودخلت الهدف التزامه عدم وجوده على السوشيال ميديا والرد على أي حد بمشكك في إمكانيات إمام عشور لازم بص يا كابتن الشمال الشمال كبتن هو لو خدأ يمين كاكلينج خلاص بره الكرة كرة تطلع بره زي الكرة الكهرباء أنكر ذاته فيها في مبارات السعودية رحل في إدنه قال له انت عورك ما هتندا بص يا كابتن الشمال السبرينت ده عايز إرادة كمان خلي بالك إصرار بقى أكثر من رائع وتوجيه يعني بص يا كابتن بلعب لكريم فؤاد هو هنا بلعب مع كريم فؤاد صحيح وخلي بالك يعني لو نرجع بالصورة تاني الصورة اللي قبل ديت وهو بيأخذ الكتف خلي بالك هو لو تعبان هيقع ويأخذ فاول يعني كتير جدا من اللعبة ممكن توصل للمرحلة دي ولو حد عمل أي احتكاك ارجع بس بالصورة دي تاني هو واخد من نص الملعب تقريبا الزقة دي الزقة دي أوكي لكن ممكن جدا في الزقة داية أي حد ممكن يقع لازم أقع يعني لازم أقع فدي جزء من الإصرار خلي بالك يعني جزء أنه هو مصر أنه يوصل أنه أنا أروح بها وتكون هي دي استداد في الربط بينه وبين حسين في الربط بينه وبين علي معلول يعني دي جابها الشمال تشوف يا كابتن أنا اللي بعمل الشغل مش بربط مع علي معلول واستنى عشان يطلع من وراه ويشتغل معي أوفر لأ أنا هشتغلها وهشتغلها بإصرار أنا متأكد أن القدرات في الحتة دي النادي الأهلي مع صفارة الحجب أحرز الهدف في الوقت ده بالزبط علي معلول هو بقى فيه زكاء الهدوء والكلام اللي بتقال علي هيجدد علي هيطلع إعارة علي هيسافر علي النادي الأهلي هيطلعه دولة عربية هو يستفيد وبعدين نرجع النادي الأهلي لا خلاص هو استقر الراجل عمل الروتيشان اللي هو طلبه في أوقات معينة على كريمة دبيس وعلى خالد عبد الفتاح وبعد كده علي بقى بيعمل كل ثلاث هجمات هجمة مفيدة فيها الكروس زي الكرة بتاعت مودست يعني كل أربع خمس هجمات بعمل واحدة إيجابية الخبرة بتقول في الوقت دوت يعني أنا أقدر أقف دلوقتي لأ دلوقتي لازم أهاجم طبعا ده موضوع الخبرة وهو عنده خبرات كبيرة الحياة وبقى عنده كيم يا كابتن الكلمة المعتادة هو وإمام وعب منعم وحسين الشحل بقى بيربطوا مع بعض ام تأزيد ام تأف حتى كابتن يمكن انت حالا كنت تتكلم مع الدكتور بيومي الروتيشان اللي موجود إمام وحسين وتاو مع كهرباء حرية اللي مركزية اعمل اللي انت عايزه أنا أهم حاجة أشوفك جواه الصندوق أشوفك إيجابي أشوفك على المرمى وبالذات امام وكهرباء وحسين بالذات التلاتة دوق صحيح هرجع لكاس السوبر يا كابتن عادل وقولك كان الحياة كان فيه مكاسب كبيرة يعني طبعا المكسب الأكبر ان انت بتكسب السوبر وبتنهي السنة الحياة بشكل أكتر من رائع لكن على المستوى الفني عودة عمر السلية الحياة كان مكسب رأيك ايه كمان فيه ان مودست عمل المباراة الأخيرة انه أحرز هدف وعمل أسست فيه النهائي وكمان من المكاسب أنا في اعتقاد الشخصي كوكا من اللعيبة اللي ظهر بمستوى أكتر من رائع وكان الحياة أداءه في كاس العالم للأندية وفي السوبر كان ليه عامل كبير جدا في انضمامه لمنتخب مصر لولا طبعا الإصابة ربنا يعني يشفيه سريعا إن شاء الله مكاسب النادي الآلي في السوبر النصر المكاسب طبعا كتيرة جدا وأنا بقول أنه لما يكون أنت خارج من كاس عالم وفرحة واخد برونزية وبعدين ما بتاخدش تمرينة ما بتعملش تمرينة وبعدين تلعب مع فريق متحضر فريق جيد الحقيقة كل الاحترام لسراميكا طبعا بس كان فيه عنف زيادة كان فيه عنف وكانش فيه حماية من حكم المباراة كان عندهم طموحات وأمال طبعا بس الضرب كان زيادة شوية ومع ذلك ما شفناش فانيلا حمرة اعترضت صحيح ولا راحت الحكم علشان تقوله ده فيه بنالتي أو إلى أخو الحقيقة الماتش الأخراني مرضو ماتش فيوتشر أنت عملية التبادل وعملية التدوير اللي الرجل بيعملها بيعملها بالورقة والألم وبالعلم زي ما تفضلت ما بيعملها شاحت باطل ولا بيعملها بنوع من العشوائية عمر السلية بياخد ماتش كامل الماتش اللي بعده بديل وبعدين الماتش اللي بعده بياخد مروان بيقعد برا الاحتياطي خالص الماتش اللي بعده بياخد الماتش كله يعني بيلعب بالأوراق اللي معاه اللي المتوفراله على أعلى مستوى بضيف ليك أولا من النجوم يعني كان طبعا الشناوي قبل الميوصد طبعا ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم عمل خمس ست ماتشات ما فيش غلطة ده حقيق ما فيش غلطة وبعدين علي معلول عمل جهد خرافي على طول شغال في الخمسة سبعين متر كوكا زي ما حركت فضلت من أول ماتش الاتحاد وبعدين الراجل رحما قعده وبعدين رحما تديره الماتش اللي بعديه وهكذا ما بيديش كده يعني الراجل طبعا الناس اللي بيديدين معاه لا على فكرة هو واثق فيه جدا جدا ويمكن لما تسأل كوكا يعطبا لسه ناشئ قالك لا ما خلاص هو دلوقتي إمكانياته ده لعيب كبير وموضوع أنه ناشئ لا أو ما بقاش ناشئ خلاص موضوع اللعيب الناشئ ده اللي عنده ستاشر سنة يعني لكن هو لعيب كبير والحقيقة يعني يعني قدر لها مشاقة فعل كنا نفسنا نشوفه طبعا مع منطقة بمصر لكن هو يستحق الحقيقة وفيه إمام عشور فيه إمام عشور طبعا وطبعا فيه بيرسي تاو برضو عمل ماتشات جيدة جدا طب موضيست شايف موضيست الجزئية أنه بينزل في الداية الأخيرة وبيحرز هدف وبعدين بيعمل أسست ده قد يفرق على الأقل معنويا أنه يبدأ معنويا يعني احنا شفنا قديه فرحيته يعني موضيست من أكتر الناس اللي كانت سعيدة بالتتويج بالسوبر لأن بالنسبة له كمان كان مهم جدا 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 أنه يسجل في هذه المباراة وكمان العمل أسست على أساس ضغط الكبير اللي عليه يقل شوية بشكل أكبر ويبدأ هو الفترة اللي جاي من خلال التواقف ده أنه يستعيد الكامرة ما تجدبش يا كابتن الكامرة لا يمكن تجدب الراجل ده قبل الماتش قبل الماتشات الأخرانية السوبر والكاس عالم طبعا في كاس العالم يعني فيش دقيقتين واضطرد الحقيقة لا كانش فيه نوع من أنواع يعني تحس أنه مشدود في التمرين ما فيش ضحك فيش حد بيكلم معاه الفترة الأخرانية شفت بيعمل بيهزروا إزاي معاه ويعني عملية جدا جدا الجنجة اللي قدامنا ده كمان الحقيقة بص هو حط كورة حلو قوي يعني حطتها بشكل بشكل أكتر من رائع في وقت صعب جدا لكن فرحته فرحته كمان بتبين ما هو كان تحت ضغوط كبيرة وهو يقولك ده لعيب كبير وجاي من البوندسليجا أيا كان لعب الكبير محتاج سوفبورت ومحتاج دعم ومحتاج أن الناس تأمل به شوية فأنا شايف أنه كابتن شوف لفت الجزع لفت الجزع ده لفت الجزع دي احنا بنعلمها للعيبة تعرف لو عملها كده مش تروح إنما لفت جزعه بالكامل وحطتها وبعدين كنت مع حضرتك أعتقد أو مع كابتن إسلام الماتش اللي قابليه الماتش سيراميك وانا بنضرب بسام كور البلونة ومع إسلام قلنا يا أخوانا يا حسين يا فلان بلاش الحاجات البلونة اللي فوح هتلاقي الجول الأولاني في ماتش في فيوتشر علي معلول عمله من كورنر لكهرباء الارتفاع اللي هو متر ونص الارتفاع والقوة المناسبة كورة مودست هو كمان هو شاول قطره جماعة شاول بعد الهدف شاول علي معلول قطره من دوت يعني يعني بعد الهدف عمل أسست الكريم فهد وقابليها راجع في واحدة على القريبة مدافع مدافع كامل يعني بقى بيقدر يجمع ما بين أما تحتاجوني يا كابتن ده في واحدة في شوت في نهاية المباراة خدها من ناحة الشمال واضطر في مكان حسين الشحات واشتغل هو فردي ونقل لعبة الأهلي من حتى الدفاعية أنا فاكر كمان في المباراة داية قبل ما يجيب الجول كان في بعض كبير واحنا دايما مع احنا مش ضد ان حد ينطقت حد لكن احنا بنتكلم على انك بتقول رأيك ودايما ما بنقولش اه الراجل ده وحش وبعدين جاب جن بقى كويس اوي لا احنا شايفين امكانيات محتاجة شوية ان يشتغل على الجزء البدني محتاج كمان يا كابتن عادل وده مهم ونشوفه في القرى الأوروبية انك تعرف في الرأس الحربة ده محتاج ايه وتعمله شغله وتساعده على شغله يعني مثلا هالند لما راح مثلا المان سيتي المان سيتي كان بيخشوا يعني في الثمنتاشر بيلعبوا لتيكا تاكل غاية ما يوصلوا الثمنتاشر ويحطها من السيكس يارد تلاقي الأمور اختلفت شوية مع هالند بيستغلوا سرعاته فبيلعبوه في الحتة الفاضية بيستغلوا انه طويل وبيلعب زي ما حضرارك بتقول الكروس بقوة معينة وارتفاع معين فاحنا كمان كفريق حوالين مودست ان احنا لازم نشتغل الجزء اللي هو قادر عليه يعني اللي هو يقدر يطلع امكانياته بشكل جيد وده اكبر دليل اللي هو قال لك حتى بعد الجن بتاع علي معلول قال لك ايوة انا عايز عايز الكروس بي خرر للكروس بي هو ده اللي هننشتغل عليه فالموضوع تيم وارك الرجل ده ظلم واحنا باستعجلين عليه وبرضو فيه ناس اللي هما لا يحبوا النادر الآلي على طول ضغط عليه ان ده صفقة فشلة ازاي راجل جاي من الدوري الالماني وانا بقيمه بقيمه يعني الراجل قعد اربع شهور ما كانش فيه تدريب ابتدى يخش ما كانش فيه فترة اعداد بتلعب كل 72 ساعة مباراة وبالتالي الراجل ما خدش الفرصة انه يشتغل اعتقد ان الراجل ده ده جاب جول كاتن في ماتش الجونة يعني ما اعملوش لا استلام وتغيير اتجاه استلام وتغيير اتجاه ورحركينها ده ما اعملاش اللي واحد يعني يعني ده باخدها بالمغناطيس على فكرة الناس ما كانتش بتشكك فيه امكانيات هو كان بتشكك فيه جزء من اليقى البدنية قد يكون مش جاهز بدنيا الجزء الآخر انه بيتكلموا على موضوع السن انه برضو السن 35 فالجزئية الامكانيات موجودة ولكن انا في اعتقادي فترة الراحة الموجودة دلوقتي اعتقد لازم هيستفيد منها كويس قوي انه حتى لو بدنيا بعيد شوية هيرجع وعندنا وقت كويس اكيد النادي الهلي هيعمل بعض المبارات الودية هيشارك فيها بشكل كويس فالفترة ده الحقيقة عمر قد تكون مفيدة جدا لبعض الاندية وبعض الاخر ممكن يقولك لا انا مش هستفيد بالعكس انا هتضر من موضوع التوقف الكبير قد يصل الاربعين يوم انا اخذ من كابتن عادل جملة الظلم هو فترة تمد ستبز احنا بنتكلم عنه اما جي جيهز بعد مبارات الجنة وكان فيه فترة راحة اما عمل فترة اعداد ويمكن انا قلت ده اندويا شغال على عائبة النادي الاهلي اه طبعا الجنة كابتن الانساحب دي لازل تقبط رجبته لا كمان هو بيلف واخدها يعني الحقيقة مهارة دي مهارة بتاعت حتى اكيد النجم كبير يعني نتكلم على واحد امكانياته كبيرة شوف الصحبة ايه ده ايه ده يعني ما فرض راح في طريقة مش غير اتجاهي ده ما زاي بقولك عمر عش الناس بتقولك دلوقتي احنا بنقول اللي احنا شايفين ان هو كان في وقت من الوقات كان غير موفق لانه ما كانش جاهز بدنيا لكن انا 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 كمان كابتن قلنا نقطة مهم قوي النادي الاهلي محتاج فرود الهيدرز احنا قلنا الحتة دي ان الحاجات العرضية اللي بيعملها هاني او اكرم او كريم فؤاد او حسين او علي معلول هو في الصندوق بعد الهدف شاور لهم انا عايز تاني جربوا واللي بعدها على طول طويلة من الشناوي اتعامل معها ووجه لكريم فؤاد وكريم فؤاد لعب على التوقع ان المدافع جونسان هيرجع على مرمى واحرز منها الهدف مش حاجة تاني معلنا في سبعة سبعة لعيبة سبعة لعيبة غير في المنتخبات غير في المنتخبات المختلفة 11 لعيب 11 لعب احنا بنكلم على علي ونكلم على ديانجو هنبن برستاو عدي كده عشرة ومعاك في المنتخب اللومبي يبقى انت روحت مثلا ل 12 15 لعب طيب بالمناسبة كمان فريق الاعداد ما حدل لنا اكتر الاندية المشاركة بلعيبة يعني بالنسبة الحديث طبعا النادي الالي من الفرق اللي عندها لعيبة كتير على المستقبل الدولي تعالوا نشوف عن اكتر الاندية مشاركة او لعبتها بتشارك في امم افريقيا 24 طبعا اكتر الاندية امتلاك اللعبين في امم افريقيا 24 هتاخدنا لملف تاني كابتن عادل واحنا شوفنا فريق زي فريق مارسيليا في الدور الفرنسي عنده ثمن لعيبة ده قبل ما ننكلم طبعا على البطولة وحظوظنا ايه والنحية الفنية والقايمة وعايزك اناشك انت وعمر في عملية توقيت البطولة الافريقية اللي بتبقى تقريبا في وسط وقت صعب جدا بالنسبة للدوريات الاوروبية وخلاص كل الفرع الافريقية دلوقتي والمنتخبات الافريقية عندها لعيبة كتيرة جدا بتلعب في المستوى الليبل ايه وعلى مستوى الاوروبا كلها امتى يكون فيه التنصيق ما بين الاتحاد الافريق والاتحاد الاوروب انهم البطولة تقام في وقت غير منتصف الدوري لان الحقيقة بتواجهني وانا واجهتني المشكلة ديت وانا اللعيب لا انت احنا محتاجينك انت ماضي عقد معنا وممكن جدا تعتذر او فيه لعيبة الحقيقة بتستجيب لكن على مستوى طبعا منتخب مصر كلنا يعني ورا منتخبنا فدي تتحل ازاي وشايف اثارها يا كابتن شوف يا كابتن من بعد ما الكفاءات المصرية اللي كانت موجودة في الكاف واللي كانت على خبرات ما معقولة لكن التخبط اللي بقاننا فيه بقاننا فترة كبيرة في عملية التخبط ديت والدليل الدور الافريقي بتعمل في بداية الموسم لما خدنا كاس عالم عند لما خدنا البرونزية كان اللعيبة في المنتخب بيلعبوا في أمم افريقيا وانت رايح بعدها بكاس عالم ورحت من غير لعبتك فالتخبط ده نتيجة ان فيه كفاءات عالية جدا في مصر والكاف لا يستعين بيه الى جانب طبعا مفروض الرئيس الكاف مع الفيفا يبقى فيه نوع من التنصيق بحيث اننا وده يبقى وقفة مع كل الاندية جمعية العمومية هنا او هنا يبقى فيه تنصيق بحيث اننا اللعيبة لو تلاحظ حضراتك معظم اللعيبة في الاندية كبيرة في أوروبا معظم المصابين النهد ريال مدريد عنده كم إصابة برشلون عنده كم إصابة نتيجة دقت المباريات وعدد المباريات الكبير جدا على مستوى السيزون على مستوى واصابات قوية جدا حاجات صليبي وحاجات جزع في الرباط وعمليات في الظهر فكل الأمور ديت مش هتتحل إلا لما يبقى فيه قاعدة او فيه تنصيق ما بين الكاف والفيفا بحيث اننا يبقى فيه كمان ناس متخصصين في علم الأحمال أنا بقى راجل فني مش لازم أكون بتاع أحمال في فريق لا الراجل بقى تربية راضية عارف الأمور اللي هي وعنده خبرات قبل كلا العلم العلم قربة علم هستعين بي إنما ما ينفعش أبدا في الكاف ما يبقاش فيه ولا واحد مصري ما فيش مصريين خالص دي طبعا قضية لازم هننقشها لأن من سنوات كثيرة جدا كان الكاف عندنا كوادر مصرية على أعلى مستوى فدي نقطة إن شاء الله النقشة لكن عايزة أسألك أنت كابتن عمر هل ده يأثر على اللعيب نفسه يعني لما اللعيب يعني محمد صلاح متقلق بشكل كبير جدا جدا أعتقد كان فيه بعض الضغوط يعني الأسئلة في المؤتمر الصحفي ما كانتش أسئلة كده لله يعني يقول له أنت عايز تروح للمنتخب طب المنتخب بيمثلك إيه هم برضو وهم برضو بيرموا خلي بالك الصحفيين ناك يعني عايزين يشوفوا صغرة ولا حاجة لكن في الإجمال لعيبة كتيرة جدا جدا على مستوى أفريقيا أو أمم أفريقيا فيه لعيبة بيلعب في الطوب تيم في أوروبا وحيسيبوا أنديتهم هل ده لي تأثير شوية على اللعبين ولا أنت شايف الأمور إزاي بسي يا كابتن صلاح أولا بما انتهى المباراة كلوب قال أن صلاح هيبعد عني تمام ماتشات متتالية في وجود مصر في بطولة الأمم يعني الراجل عارف ومخطط زي ما كابتن عادل قال التخطيط والتنصيق ما بين الفيفا والاتحاد الأفريقي ما فيش ما فيش خالص حتى وضع الكاس العام للأندية بطولة أفريقيا الدوري العام بتاعنا احنا بنعذر بقى الحاجة عامر أما بيقول لك أنا ما عرفش المنتخبات أو التنصيق ما بين الاتحادات الأفريقية أو الدولية إمتى هيحطيلي الجدول عشان نحط الجدول بتاعي يعني احنا بنعذر مش بنقول مش بنهاجم زي ما الناس بتهاجموا بتقولوا أنت ما حطتش جدول ضغط المباريات زي ما أنت بتضغط في أفريقيا أو في كاس عالم أو كاس عالم الندي لأهلي المشارك في كاس عالم الندي لعبت كم مباراة في مدة زمنية قد إيه صحيح والوقت اللي أنت بتحصل فيه ستشفاء ده أنت بتسافر مش بتيجي تريح بتيجي تسافر اللعيب المصري الضغوط اللي حاولين من السوشال ميديا أو الأقارب أما بيكلموا اللعيب ويقولون ده أنت عملت أو هارض لك أو أنت خسرت أي حاجة من دي دي بتتعمل إحباط للعيب عمتا في نفس الوقت أكتر الأندية أو أكتر المظلومين في ده هنقول المنتخب بقى الأندية دي لو لعيبتها فائقة المنتخب مستفيد أكيد شفنا الكلام ده من والجزئة مع الكابت الحسن لتلات سنين صحيح 2006 2008 2010 طب دلوقتي أنت بتاخد السبع العيبة والعشر العيبة على مستوى منتخبات والمحترفين والعيبة منتخب بولومبي لا أقدر لا حصل أي حاجة من الخسرات والحقيقة روي بتوريا كمان كان يعني قال لك كمان المفروض كان فيه ماتش أو جولة في الدوري يوم اثنين يناير الحقيقة الراجل قال لك لا يعني خاصة الفرق اللي لعبت السوبر خلاص بقى ملعبوش ما فيش شراك بقى كنت هتخلص السوبر تيجي كمان تلعب يوم اثنين يناير عشان تخش منتخب يوم أربعة أو يوم خمسة فالأمور كانت بالنسبة له لكن على مستوى الكلام طبعا كابتن عادل وكابتن عمر طبعا فريل إعداد كمان حضر حاجة مهمة جدا نحاولها لحضراتكم كلفة إصابات الملاعب في الدوريات الخمسة الكبرى عن موسم اثنين وعشرين تلاتة وعشرين إجمالي عدد الإصابات تلات تلاف تسعمية خمسة وتمانين إصابة إصابة دي في الدوريات الخمسة الكبرى تكليف الإصابات ارتفعت بنسبة تلاتين في المية على أساس سنوي لتسجل شوفوا الرقم ده سبعمية واربعة مليون يورو سبعمية واربعة مليون يورو فريق لتشي الإيطالي الأقل من حيث تكليف الإصابات بواقع ستين ألف يورو لكل إصابة من التسعتاشر كلفة الإصابات في الدوري الإنجليزي واحده سجلت ميتين تمانية وتمانين مليون يورو يعني كمان كابتن عمر بتتكلم على تكليف مهولة للأندية من حيث عدد المباريات اللي بتتلاف ده نتيجة بيجي نتيجتها إصابات كبيرة جدا والأندية كمان بتتكلف كتير جدا هي طبعا وشركات التأمين لأن هناك اللاعبين كمان عندها شركات تأمين بتغطي جزء من تكليف الإصابات لكن في السنين الأخيرة الحقيقة إذا كان الاتحاد الأوروبي أو الويفا أو حتى الاتحاد الأفريق الحقيقة مشغلين على مستوى الفلوس والأموال الحقيقة على حساب اللاعبين والأجهزة الفنية بعض الأحصية الجميلة التي تعملها أعتقد هم مش هيسيبوا الموضوع ده لأن المبالغ أرقام كبير أرقام الرقم في الأول خيالي مليار كم مليار عدد الإصابات وصل 3,800 إصابة موسم 22-23 في الخمس دوريات الطوب 5 ليكز والأندية بتحمل رقم كبير جدا فلابد ما أعتقدش الموضوع ده هيستمر لابد يبقى فيه وقفة مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب أننا لازم يبقى فيه في الجامعية العمومية يبقى لنا صوت في الكاف بحيث أن البطولات التي تتعامل لابد يبقى فيه تنصيق قبل ما أخذ قرار أن نعمل بطولة مليونة المية صح مزبوط لازم أشوف الأندية هل أنت الدور الأفريقي ده كان ليه أي ميزة أو إيه إيه اللي استفاد منها إيه غير التوقيت يعني هي الفكرة أعملها في توقيت مناسب في نهاية الموسم أو في وقت في الأندية يبقى فيها براح أنها تقدر أنها توقف على رجلية بحيث أنها ما بقاش في إصاباته زي ما عمر قال يعني أنت النهاردة لما تأخذ لعبة الناد الأهلي وهي مجهدة بالشكل ده وبعدين دوري وبعدين كاس عالم أندية وبعدين سوبر وبعدين رح مودي على أمور أفريقيا طب يعني تمشل ناوي يتعور ياسر اتعور يعني لعبة كتير جدا صحيح ربنا طبعا يستر لأن الموضوع زي ما بقول لحضراتكم توقيت البطولة نفسه يعني بعنا كتير بنقول أن توقيت البطولة بيبقى صعب جدا للعيبة ربنا يستر على لعبتنا الحقيقة لعبة مصر كلها مش لعبة الناد الأهلي بس ربنا يستر على منتخبنا من الإصابات لأن زي ما بقول لحضراتكم بطولة صعبة جدا جدا لكن عندنا أمل وعندنا ثقة بإذن الله في منتخبنا عايزين نروح لفاصل يا كابتن بعد الفاصل هنرجع مع ديوفنا ونتكلم زي ما شفته حضراتكم أكتر طبعا الدوريات المشاركة اللعبتها مشاركة في بطولة أفريقيا الدور الفرنسي بكامي عام 57 لعيب تقريبا تكلم عن الدور الإنجليزي الدور الألماني الدور التركي حتى الدور المصري عدد لبقى سبيد جنوب أفريقيا كمان فزي ما بقول لحضراتكم هي العملية بتبقى صعبة جدا أنه بتيجي صعوبة هذه البطولة في عدد اللاعبين اللي بيلعبوا على الحقيقة ويبقى الأمور بتبقى صعبة جدا جدا فنين هرجع معك كابتن عادل يمكن قبل بقى نخش على ملف منتخبنا بشكل فني أكتر عايز أتكلم على نقطتين النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية ايه المطلوب من كولر خلال فترة التوقف الدولي ان شاء الله يعني نستمر لغاية 11 فبراير نكون موجودين المطلوب من كولر في الفترة دي الحاجة اللي كان محروم منها الفترة اللي فاتت بعد الخمس بطولات يبتدي بقى يعملها في الفترة دي واخد فترة راحة عشر تيام في منتهى الروعة عشر تيام كل واحد بدأ يعني عملية الاسترخاء الكاملة الناس اللي كانت مجهدة بتاخد فترة الراحة بعد الرجوع بعمل فترة أعداد جديدة فترة الأعداد الجديدة ديت مع قياسات واشوف اللعبة وصلت لحد فيه دي نمرة واحد نمرة اثنين هبتدي أعمل تدريبات تخصصية زي إعضاءة الأهداف الفولات السابتة الكرات البداية الهجمة كل الأمور اللي فيها تخصصي المهاجم اللي بيلعب على العرضة القريبة والعرضة البعيدة التزديد من جميع الزوايا لكل الفرقة بعمل نظام اليوم الكامل اليوم الكامل زي ما موجود في أوروبا في كل العالم وأنا كنت بعمله في النادل الآن صحيح الصبح الناس تيجي الصبح الساعة تسعة أنا كنت بجيبه مساعة ستة الصبح يتمرن وبعدين يفطر وبعدين عادين مع بعض الترابط ده والانسجام ده بيقى جميل جدا مهم جدا طبعا وبعدين تدريب اللي بعد الظهر إذا هتعمل تدريب بالليل يبقى فيه الغداء القلفة دي لما يبقى مع بعض وشوفنا القلفة دي قد ايه عملت معه مودست خلته بياخد الماداليا وحطاه ببقه ويمسك يعني راجل بعد ما كان يعني ضايق خالص في مجتمع مش حاسس به ابتدى الألفة دي الألفة دي مش هتيجي إلا باليوم الكامل اليوم الكامل ده الصبح تدريبات تخصصية النهاردة أنا كسردباك كهاني الكرة جيالي عالية ما بلعبهاش أي حاجة أنا بطلع وألعبها لوحد زي ما بتشوف في المان سيتي طبعا جورديو بيشتغل في الحاجات دي أنا الباكليفت معمولي الأوفر الأوفر زي ما أنا قلت حسين الشاحات وكان أظن بير سيتاوك الأوفرات العالية ديت بتبقى تمرين للجول وتمرين للسردباكين علي معلول في جول الأولاني وجول التالت في الماتش الأخراني الماتش فيوتشر الأوفر رايح بقوة تلت تربع قوة مع الكورة اللي بتلف بتوصل لزميلك مش محتاجة غير أنك أنت مجرد التلت حاجات دول في غاية الأهمية جدا حضراج بتقوله كمان عملية التجهيز بعض اللاعبين يمكن أن يكونوا غايبين للإصابة زي عمر الصلية برضو عند وقت أنه يرجع بشكل أفضل من المستوى البدني واتمرن حتى على المستوى التخصصي أكيد عندنا عدد كبير من اللاعبة الأساسية موجودة في منطقة بمصر لكن كمان زي ما احنا اتفقنا وعرفنا أن النادي العالي ما عندهش احتياطي وأساسي وكل أرقال لك ما عنديش لعيب ضامن مركزه اللي ضامن مركزه اللي بيقدي في الملعب سواء من خلال التدريبات أو من خلال المباريات هو ده اللي هيكون موجود عايز أعرف منك قبل ما نخش على منتخب عمر مكاسب في نقطة كده سريعة مكاسب النادي الأهلي في كاس العالم الأندية وبطولة الصوف أول حاجة عودة السلية التعلق اللي ظاهر بوضوح بقاله سنة كاملة اليسر إبراهيم يعني سبات في المستوى وتعلق وزي ما بيقوله بقى هو على قدم عمل ربنا كفء وكفاء موجود في المنتخب العريس اللي ظهر للناس كلها وأخرص كل الألسنة إمام عشور مودست ورجوعه بجزء من تطوره في الفترة اللي فاتت بالشغل اللي كان شغاله مع كارلوس برينجير الرجل اللي ما ظهرش غير في منصة التتويق ساعة ما خدوا المدليات بس مش شايفينه خلص احنا ستسمعنا عنه في التعاقد بس ظهر موجود معهم في الصبر رجوع حسن الشحاد بقى وكريم فؤاد والشناوي ومنعم دول عندهم سبات يعني عندك أدوات عندها سبات والباقي كله بيكمل هاني رجوع مروان يا كابتن أنت كنت تتكلم كمان مروان مروان ما شاء الله علي الراجل بيقول هو مقتنع وبيقولك وانا موجود في ماتش اتحاد جدة وسط الكوكبة دي انا بطلع منقف زماتش يعني هو عارف هو عمل ايه عارف هو هيشتغل ازاي حتى أداءه في النادي الأهلي أكبر فيتوريا بتغيير طريقة اللعب في وجود مروان في نص الملعب صحيح بيحتاجه فيما بيلعب باربعة اتنين تلاتة واحد أو بيلعب باربعة واحد اربعة واحد أداءه وتقلقه وظهوره شغل بيرستاو وحسين الشحات وإمام عشور حالة عارفه يعرفه الدمج والانسجام ما بينهم كهرباء أنه أعاده والناس تجيب زوم عليه في الشاشة ويقول لك بص ده زعلان اللي يغير مودست على حسابه ومش هيلعب الراجل نزل الماتش وتركيزه أحرز هدف وظهر كهرباء اللي هو وقت الشدة بيحرس أهدافه متواجد بالأداء دوت الحمد لله مكاسب كبيرة نساش كوكا كمانا لا كوكا كوكا بص كوكا اتولد كبير والرد كان من كولر أنتم ما تكلمونيش على أي بصغير ومصطفى شوبير بخبرته الفترة البسيطة وبعده من مبارات الوداد أنه يلعب الراجل الروتيشن يا كابتل اللي حداك سألته في أول الحلقة الروتيشن كان كام وبعد كده هنقول الروتيشن الناد الأهلي يا الإصابة يا الإقاف خلاص الراجل عيري في القوام أنه يقدر يحط الحضاشة يقدر العبين خلاص عملية التثبيت خلاص خلاص اكتنعك احنا بنتكلم في 15 شهر كولر بيعرف لعبة الناد الأهلي وبيعمل الرتيشن لا خلاص احنا أي حد تسأله هيقولك ال11 باستثناء يا إصابة يا إنزار تالت حي طيب عايزين نخش على ملف منتخبنا شايف إجماليا البطولة ازاي كابتن عادل أنا دايما بقول البطولة الأفرقية كل سنتين بتزلات صعوبة لأن المنتخبات الحقيقة الأفرقية بتاختو خطوات سريعة جدا جدا فيه على مستوى كورت القدم شايف البطولة ازاي وحزوز مصر في الفوز بهذه البطولة خلينا بقى صريح معك صريح طبعا ده رأيك اللعيبة اللي ابتبقى جاي من أوروبا على مدى سنين طويلة بيجي في في الخمستاشر يوم أو في الشهر ده بيجي علشان يصهر واستمتع وما بيقديش هتبصر تلاقي اللعيب اللي كان بيلعب معنا ديه في برشلونة مثلا أو بيلعب في المان سيتي أو في أي مكان في الدور الأوروبي وبيقدي على أعلى مستوى تبصر تلاقيه في الأم وأفريقيا تقريبا مش موجود يمكن في الفترة الأخرانية ابتلت يبقى شوية فيها نوع من الاهتمام شوية لكن على مدى سنين طويلة تبصر تلاقي فرق الكاميرون مثلا وكان يعني مليان من النجوم تبصر تلاقيه ما بيوصلش حتى يعني أعتقد النظر دي اختلفت يمكن السنين أم أفريقيا لها صدع على مستوى العالم كله اللعيبة الحقيقة يعني بتأدي بشكل جيد قد يكون بعض اللعبين مش نفس المستوى اللي بيأدي به على مستوى الأندية لكن لاختلاف الأجواء واختلاف اللعيبة واختلاف ممكن التاكتيك ممكن ده يأثر عليه على المستوى الفني حتى تبصت تلاقي المدير الفني بيتعاقده معه يعني بايست اسمه اللي كان بيدرب الزمالك جاي فترة عايز فتكر اسمه جايبين ويمسك تيم الكاميرون قبلها بعشر تيام يعني يعني طب أنا منطق يعني ملحاشي يعمل لهم ثلاثة أربعة تمرينات من التدريبات اللي هي فيها تاكتيك والحاجات دي إنما زي ما انت قلت فيه فعلا ثلاثة أربعة بطولات اللي فاتوا بقى فيه نوع من الاهتمام إلى جانب بتوسط الأعمار اللي بتده ينزل شوية وبعدين كل الناس اللي بتروح هي فترينة لأوروبا انت النهاردة في الصيف دخل في الشتاء في الصيف اللي جاي هيبقى فيه الجماعة الشركات التسويق والحاجات دي بتبتدي تحط عنيها على اللعيبة بحيس اللي هي بتبقى فعلا بروفا قوية جدا لرؤية اللعيبة اللي هي ممكن إنها تنتقل للدور الأوروبي وللأدوار عمر رأيك إيه في البطولة بشكل عام كودفوار عشرين أربعة وعشرين حزوز منتخبنا إن شاء الله كابت بوس يمكن الاربع فرق إن شاء الله وصلوا المربع النهائي مغرب والسنغال ومصر وكودفوار إن شاء الله مغرب السنغال كودفوار ومصر ده المربع الزهن طيب يا رب إن شاء الله ويكون مصر إن شاء الله بإذن الله لو الراجل اتعامل هتكلمك بس كمان فيه نقطة مهمة جدا فيه منتخبات كثيرة خلاص بدأت تعتمد على لعبين موليد أوروبا يعني احنا شفنا على مستوى منتخبات كثيرة جدا جدا مش هقولك مصدوية جنسية آه مصدوية جنسية لكن هم اتولدوا في أوروبا معنا إنفو جراف برضو يعرفنا على أكتر المنتخبات اعتمادا على موليد أوروبا الحقيقة يعني فريل إعداد محضل لنا ووجبة دسم الحقيقة وأرقام يمكن يعني كابتن عمر كما كابتن عادل كان فيه نوع من أنواع المفاجئة لأن عدد كبير جدا جدا من المنتخبات يعني بتتكلم على المغرب 18 لعيب بيلعب أو موليد أوروبا هل ده في صالح المنتخب أم ضد المنتخب هو ده السؤال اللي عايزين نسأله أو نطرحه موليد أوروبا لعيبة أكيد متأسسة بشكل جيد عايشين في أوروبا على مستوى على مستوى الاحترافي على مستوى الإمكانيات الفنية على 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 أكيد بيكون لعيبة مميزة لكن هل ده في صالح المنتخب أو قد يكون جزء منه سلبي بالنسبة للمنتخب وجزء الثاني إمتى إحنا هنشتغل على الجزئية دي لأن إحنا كمان زي ما حضراتكم تابعينا في المحترف دايما يوم الاثنين بأن سنة ونص بنقدم تقريبا كل يوم الاثنين كل أسبوع بنقدم لعيب من موليد أوروبا مصر الجنسية أو مزدوج الجنسية والحقيقة قدمنا أكتر نتكلم أكتر من 80-90 لعيب وبدأ الحقيقة واقل رياض يعني مع منتخب 2005 يجيب بعض اللعيبة وموجودين معها في المعسكر وده شيء جيد رأيك يا كابتن في الانفوغراف اللي شفته خاصة منتخب المغرب عنده 18 لعيب من موليد أوروبا على المدى القصير ممتازة جدا وأنا بخطط للكورة مثلا في مصر لما بطلع مجموعة من الشباب بيطلعوا ويشتغلوا في أوروبا أو هو أصلا والده موجود ويبقى فيه عملية التواصل تبقى موجودة دي على المدى القصير تبقى جيدة جدا ده لا يخفل ما خلنيش أخفل إن أنا ممكن أنا هنا في مصر أبتدي أشتغل وطلع بقى هاني الرمزي وطلع أحسام طبعا تطلع من البلد نفسها ناس محترفة ده شئة إنما مش هينفع إن أنا أقفل على نفسي علشان أحضر أعد 8 سنين في ألمانيا أه ممكن بس أنا ما حدش يصبر عليها هنا إنما أنا في خلال 8 سنين دي بعمل تيم شباب تيم شباب بعده إعداد جيد مع جهاز فني يفضل مستمر معاه بيعمل ماتشاد بجداول كل موسم أنا هلعب مع الفرق القوية فلان وفلان 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 بحيث إن أنا بحضر في خلال 8 سنين دي إن أنا ببدأ من على طول من المنتخب الناشئين إلى المنتخب الإلومبي في خلال 8 سنين دي أنا الفترة اللي اللعبتي بخليها تحترف في أوروبا وكلام ده أنا كنت عملته مع كابتن مصطفى عبدو ربنا يعني يبارك له يا رب ودايما موفق بإذن الله تعالى إنه كان فيه منتخب حسن شحاتة موليد 83 كان متعب ومجموعة كبيرة جدا كان حوالي 25 لعيب قلت المجموعة ديت وهي جاية كده واخدين قدوا أم أفريقيا 19 سنة المجموعة دي كلها تطلع على أوروبا وحتى الدولة ممكن أنها تدعم الأندية لكن كان هناك زميل قال لأ ومش لأ يعني فطبعا هي هو مهم جدا الحضراج بتتكلم عليه إن إحنا نمشي في خطين أولا نهتم جدا إن إحنا أولادنا من أندياتنا موجودين هنا يطلعوا لأوروبا في سنه صغيرة علشان أكيد حيبقى عنده صفات مختلفة شوية لكن كمان ملف اللعيبة مزدوجة جنسية ملف مهم جدا وقد يوفر على المدير الفني بعض الإمكانيات الفنية اللي هو يحتاجها لأن متأسسين بشكل أفضل شوية الدوريات هناك أفضل شوية اللايب بروفيشنال هناك أفضل شوية رأيك يا كابتن عم حضرارك وليسا المشروع نفسه كابتن عدد أقل ثمان سنين أنت ريسا حضرارك بتقول دلوقتي كابتن وقل الرياض هو ابتدى يجيب اللعيبة دي ما أشوف فيه تحت السن وفيه أصغر وفيه على المستوى الدرجة الأولى وفيه لغاية فيه الدرجة الأولى وفيه لغاية أول سن هيعمل بطولة مثلا الفين وعشرة الفين وعشرة يعني عن ترى التشر سنة هتلاقي لعيبة كتير قوي على المستوى كانت موجودة في أكاديميات وكانت موجودة في أنديه هنا في مصر وما لهاش حظوظ سافر مع والده وموجود في أوروبا لو أنت خدت القرار وعملت النقطة ومن أول السطر ارتفاع المشروع هتلاقي نفسك بتغذي كل مرحلة ب3-4 لعيبة بعد الكم اللي أنت هتعمل فيه روتيشن بأداء اللعيبة دي هيبقى متأكد أنه موجود في مصر يعني احنا ما كناش نعرف بلال مظهر صحيح؟ كان مع منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين وكان ليه توابض ودلوقتي يمكن السنة اللي فاتت كان هدف هدف الدوري بالزبط كده في صلاح الدين صلاح باشا صلاح باشا صلاح باشا اللي جي فرقوا فيه فيه عناصر كتيرة جدا لكن يعني استغلناهم على مستوى المنتخب الأول المغرب خلي بالك شغالها في الملف ده بقى لأ 4-5 سنين وكان دلوقتي خلاص عندها 18 لعيب بيلعبوا في أو يعني مولودين في أوروبا بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا كابتن عز الدين وناحي كان موجود في أكاديمية في برشلونة واللي اشتغل عليها فوز الأقشع ان هو موجود مع والد الرجراجي وكان نجم من نجوم كاس العالم اللي فاتت يعني أشهر لعيب المغرب طيب خلينا نتكلم سريعا على منتخبنا والمجموعة طبعا منتخب مصر في المجموعة مع غانا ومع الرأس الأخدر ومعه موزنبيق المباراة الأولى أو ترتيب المباراة عندنا موزنبيق وبعدين غانا وبعدين الرأس الأخدر فوقعاتك اللي المجموعة دي يا كابتن دي طبعا المجموعة الأولى مصر غانا الرأس الأخدر وموزنبيق والله المفجأة الرأس الأخدر أنا بشوف أنه فرقة 14 لعيب فرقة هتتعب احنا مركزين على غانا وان شاء الله ماتش غانا هيبقى أسهلهم لكن الرأس الأخدر وموزنبيق أعتقد هيبقى فيه يعني هيبقى فيه هندية شوية لأنه بوركينا فاسه برضو من فرق اللي طالع زي الساروخ لكن الرأس الأخدر اللي حقيقة عاملين تيم عالي جدا ليقبى الدنيا عالية جدا أكثر من 14 لعيب بلعبه في أوروبا فأعتقد أنه إنما مصر بإذن الله تعالى هتبقى ما بين مصر وبين غانا وبين الرأس الأخدر مصر غانا وممكن جدا الرأس الأخدر ممكن تدايق شوية غانا عندهم مشاكل كالعادة صحيح مستحقات مالية ظروف إدارية الملعب رايحين معسكر في ملعب سيء غانا الحقيقة المنتخب غانا اللي كان يعني الحقيقة في التسعينات كان من أروع المنتخبات بيمر بأزمة على مستوى على المستوى الفني على مستوى اللاعبين عامل رأيك نفس الكلام نفس الكلام بس أنا برضو عيني راح على جانبيا فرقة على المستوى لمنتخب اللومبي وبعدين تسعيد لمنتخب الجنير لأن جانبيا حنيجي لك مجموعة اللي احنا بنتكلم على مجموعتنا مجموعتنا مصر وغانا هما الاتنين اللي يبقوا طيب خلينا منصف هتلينا المجموعة مجموعة مجموعة كده خلينا نبدأ بالمجموعة الأولى ونعرف برضو المجموعة الأولى كده فور نيجيريا وغنية الاستوائية وغنية بساو كابتن عادي الأول وتاني مين المجموعة نيجيريا في كده فور نيجيريا وغنية الاستوائية وغنية بساو الكده فور ونيجيريا كده فور ونيجيريا كده فور ونيجيريا نفس الكلام المجموعة الثانية خلاص احنا تقريبا شفناها ان شاء الله مصر تكون الأول مجموعة الثالثة في السنغال كاميرون غينيا وجامبيا دي مجموعة قوية جدا يعني فيها السنغال كاميرون غينيا وجامبيا عمر السنغال وجامبيا السنغال وجامبيا على حساب الكاميرون كابتن عادل لا ميال الكاميرون سنغال والكاميرون سنغال والكاميرون اوكي مجموعة اللي بعديها مجموعة دي فيها الجزائر بوركينا فاسو موريتانيا وانجولا عمر الجزائر وبركينة فاسو الجزائر وبركينة فاسو نفس الكلام ماشي المجموعة اللي بعديها تونس ومالي تونس ومالي وجنوب أفريقيا والنميبيا مجموعة قوية برضو كابتن عادل اعتقد تونس وما بين مالي وجنوب أفريقيا الجنوب أفريقيا برضو واحدة من الاثنين يعني على فكرة المجموعة فيها ثلاث لعبة من الاهلي تونس عالي معلول ومالي فيه أليو ديونج وطبعا بيرسيتاو في جنوب أفريقيا واحد فيه ما يزعل تونس وصاوس أفريقيا ماشي المجموعة اللي بعديها المغرب كونغو زامبيا وتنزانيا كابتن عادل المغرب وزامبيا المغرب وزامبيا على حساب كونغو وتنزانيا المغرب وزامبيا الحقيقة طبعا كل التوفيق طبعا لمنتخبنا يعني دي طبعا كلها يعني يعني كلنا بنشوف أن الفترة اللي جاية بإذن الله تواجد المنتخب إن شاء الله على منصات التتويج بعد غياب 13 سنة و14 سنة من 2010 كلنا أمال وكلنا تموحات إن شاء الله منتخبنا يكون على قد المسئولية لأن اسم مصر كبير وزي ما اتكلمنا كابتن دايما لما بتقول منتخب مصر في طولة أفريقيا بيبقى شكل مختلف ويبقى الأمور حتى المنتخبات منتخب المغرب بنجوم والكبار يمكن كسبنات نين واحد البطولة اللي فاتت فالأمور بتختلف ولكن يتبقى طبعا المجهود والتركيز والإرادة والعزيمة وكل دوت إن شاء الله نشوف منتخبنا توقعاتك يعني كابتن عمرو قال للمربع الزابي من غير ما يقول لي برضو مين اللي عيقض البطول حضرتك شايف مين ممكن يكون متواجد في المباراة النهائية لا فيش شك إن المغرب يمثل عنصر مهم جدا هم اللي يتنزلوا لأن كانوا كاس العالم من سنة تقريبا أعتقد مصر والمغرب والسنغال مصر والسنغال تلت دول دول أعتقد اتنين منهم هكونوا في النهائية إن شاء الله أنت قلت المربع الزابي قلت هم وفضل كودفور يبقى الرابعة إلى مصر، السنغال، كودفور، المغرب المغرب نهائي مصر والمغرب مصر والمغرب هيبقى نهائي رائع طبعا بس هي مصر في البطولات اللي زي دي بتحس بريحة الريحة معينة كده طعم معين بيطفي على البطولة رونك وبتلاقي دايما متشاة المنتخب المصري المدرجات كلها مليانة ده صحيح كل التوفيق لمنتخبنا طبعا نهاية حلقتنا كابتن عادل بنشكرك شكرا شكرا كابتن عامر دايما بتنورنا وبتسعدنا حبيب يا كابتن عادل لسانة وانت طيب شكرا متواصل لحضراتكو دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة إن شاء الله يوم لتنين حلقة جديدة من المحترف